اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني زي ما بيقولوا بجناحين الجناح الأول وهي لعبة النادي الأهلي ولها دور كبير وتأثير كبير في البطولات والمشاركات اللي فاتت وهنتكلم معها في هذا طبعا والجناح الآخر وإنها لعبة مصر أو منتخب مصر في الكرة الطائرة الشاطئية ولنجحت أنها تتأهل إلى الأولمبياد بأولمبياد باريس القادمة عشرين واربعة عشرين هتلعب كمان شهر عن طريق مشاركة أفريقية هنعرف منها التفاصيل وتأهلت إزاي ونعرف الإعداد من هنا لغاية أولمبياد باريس دعاء هتمر بإيه وإيه المنتخب إيه الإعداد وحظوظنا إيه كمان في الكرة الطائرة الشاطئية ده أكيد هنعرفه من نجمتنا النهاردة دعاء الغباشي النحية الثانية هيكون معنا أيضا ضفنا لعب ووتر بولو لعب إحنا عندنا طبعا ووتر بولو قعدت فترة طويلة جدا ما تشاركش أو ما فيش منتخب ووتر بولو ولكن مهد الشاشة إدريس رئيس الاتحاد السباحة كان ليه وجهت نظر أخرى أنه بدأ يأسس لمنتخب مصر للووتر بولو والحقيقة إحنا كان لنا منتخب قوي كان لنا على مدار سنوات كتير كان لنا منتخب وكان يبقى مرشطنا مع منتخب اليونان والمنتخبات الأوروبية بيبقى جامد ولكن غابت مصر تماما عن الساحة العالمية والأفريقية يمكن أكبر منافسنا هما جنوب أفريقيا كانت أول مشاركة لكأس العالم للمنتخب اللي فات والحقيقة هما نجحوا يحصدوا المركز التاسع ودي الحقيقة نتيجة جيدة جدا هيكون معنا النهاردة لعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الحقيقة اللي هيكون معنا النهاردة هو يوسف معتز يوسف هو لعب صغير السن وكان بيشارك مع منتخب مصر الحقيقة في بعض التفاصيل الغريبة اللي محتاج عرفها منه إن هم أخدوا تاسع ولكن أخدوا مديليا برونزية الحقيقة أنا مش عارف دي حصلت إزاي وأكيد كل اتحاد لعبة بيكون ليه يعني الرولز بتاعته أو ليه يعني أمور معينة بتختلف من اتحاد دولي لآخر هنعرف منه النهاردة كل شيء وهنعرف إيه اللي حصل لأنه كان ممثل النادي الأهلي من اللاعبين في هذه البطولة الحقيقة قبل ما أروح لأخبارنا ونتكلم فيها لازم طبعا يعني أقدم خالص التعازي طبعا في وفاة أحمد رفعة لعب كرة القدم الحقيقة الوفاته المنية طبعا وأكيد كل مصر بتتكلم والحقيقة متعطفة معاه بشكل كبير رحمه الله وربنا يخفره ويجعل كل اللي شافه آخر 3-4 شهور أكيد في ميزانات حسناته ويكون إن شاء الله طريقه للجنة ولأنه الحقيقة الولد ما فيش حد يتكلم عنه كلمة يعني غير بذكره بكل الخير فالحقيقة احنا مش زعلانين طبعا احنا متأكدين أنه هو أكيد في مكان أحسن بكتير ولكن النهاردة أنا عايز أشير لحاجة يعني يمكن بعض القنوات ما أشارتش ليها حالة أحمد طبعا يعني كثيرين وزملاء كثيرين في الإعلام الرياضي تكلموا عنها ولكن أنا هبص من منظور أوسع وأشمل وأعم الحقيقة الرياضيين بشكل عام الناس بتبص إن الرياضي بينال قسط كبير من الشهرة بينال أموال طائلة من خلال تعاقدات ما عندها كبير أو حتى عندها صغيرة بيبقى معاه فلوس كتير أو هو صغير ولكن الناس بتغفل عن قدر المعاناة اللي بيعنيها هذا اللعب صدقوني ما فيش رياضي على وجه الكرة الأرضية أيا كان حط عينك على نجوم ريال مدريد نجوم برشلونة رجوم كرة السلة في أمريكا ليه رحلة عذاب وكفاح رهيبة استطاع أنها يعد من عقبات لا يتخيلها بشر عشان يوصل اللي هو فيه الرياضي ليست أو الرياضة ليست المهنة الأمثل زي ما الناس كلها متخيلة أنه طبعا أنا نفسي أطلع لعيب كورة نفسي أخد فلوس نفسي أكون مشهور هناك فيه أمور كتيرة وضغوط بتعرض لها اللعب أنا نفسي تعرضت لضغوط كبيرة وأنا بلعب كل الرياضيين أنا بتكلم واحد رياضي ولعب على مستوى منتخبات مصر أنا بقول لكم أن الموضوع شاق جدا 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 وفيه في السكة بيسقط ناس كتيرة وتفضل أنها يتبطل رياضة من حجم الضغوط اللي بتواجهها ما بالك لو أنت الضغوط دي بتواجهك كنت بتلعب في نادي كبير زي نادي الأهل أو أنديها كبيرة جماهرية مطالب منها تحقيق بطولات لا حجم ضغوط لا يتحمله بشر فالنهاردة اللي أنا شايفه مهما أخد اللاعب من أموال مهما أخد من شهرة هو جزء بسيط جدا مما يتعرض له من ضغوط ما يتعرض لاش أنت لو النهاردة طبيب أو النهاردة أنت مهندس أو أي وظيفة أخرى أنت راجل بتأدي وظيفتك وبتمشي راجل بتأدي فيه ضغوط العمل ضغوط الاستمرار في العمل ضغوط ضغوط ولكن الضغوط النفسية الرهيبة بتبقى مش بالشكل ده آه فيه يعني زي ما بيقوله مهن بيبقى فيها ضغوط كبيرة ولكن أتصور عن تجربة أن الرياضيين بتعرضوا لضغوط نفسية لا تحتمل طيب حاجة تانية بتعرض لها اللاعب اللاعب عمره قصير مهما كان مش عمره يعني حياته لا عمره في الملاعب قصير النهاردة اللاعب لما بيوصل بيعدد 30 سنة وبنغمض نفتح على فكرة بيلاقي اللاعب عدد 30 سنة ولعيبة كتير جدا أنا فجئت من سن أحمد الله رحمه ورحمة الله عليه أنه هو 30 سنة احنا أنا كنت متخيل يعني أنه هو 28 27 إذن عمر اللاعب بيتسرق في ثواني في أيام معدودة بيلاقي نفسه عدد 30 وبعد 30 وما أدرك ما 30 كل اللي حواليك بيبتودوا صنفوك أنه أنت لعيب كبرت وأنا واحد من ناس عانيت من ده أنا لعبت لغاية 37 و38 سنة وكنت بلعب سنة بعد الثلاثين كل سنة بلعبها بعد الثلاثين بلعبها بكفاح وتعب وإثبات ذات ولازم تكون أفضل من اللاعبة الزغيرة أنت ونت طالع صغير عندك 23-24 سنة ما أنت الشاي الهم حاجة لو لعبت موسم وحش فأنت الناس بتلتمس لك العزر الناس بتقول لك والله لا ده لسه صغير لسه قدامه إنما لما بتعدد 30 سنة وعملت موسم وحش زي ما أي لعب صغير ممكن يعمله بتبتدي السكاكين هنا تتحط لك ويتقال لك لأ ده لعيب كبر ده لعيب مش قادر يقدي ده مش قادر يجر رجله في الملعب في حين الحقيقة مش كده فأنت النهاردة مطالب منك في هذا السن إن أنت تبزي المجهود مضاعف عن اللعيب الزغير وإنت صغير عملت تبزي المجهود مضاعف عشان تسبت نفسك وتلاقي مكان وسط الكبار ولايت المكان وسط الكبار ما بتلحقش سنتين تلاتة تتهنى بيهم وتغمض وتفتح تلاقي نفسك بيت فوق التلاتين وهما أدرك فوق التلاتين فوق التلاتين كل سنة بتلعبها بتلعبها بكفاح وضغوط وطيار شديد جاي في وشك إن انت كبرت إن انت لأ محتاجين نغال لا ده فيه لعيبة أظهر منك بعشر سنوات ما انت قوة تلاتين سنة بقى فاللعيبة اللي طالعة طالعة واحد وعشرين سنة فيتقال لك والله ده لعيب صغير ده عند واحد وعشرين سنة تلاقي نفسك بتنافس لعيبة الفرق بينك وبنا عشر اتنشر سنة وبتلاقي مش بس المنافسة وشرف المنافسة لا ده انت بيجي في وشك طيار من الجهاز الفني ومن المتابعين والنقاد وا 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 اللعيب ده كبر فاللعب النهاردة بيتعرض لضغوط كبيرة جدا فرفقا يا جماعة ده غير طبعا لما يكون لعب بيلع في رادي كبير ولا يوفق في مباراة مثلا كرة القدم حط درب الجزاء برا على كمية الهجوم اللي بيتهاجمه على سوشيال ميديا وعلى الصفحات وعلى 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 ده الوحده يعني كفيل انه يخلي اي لعب يبطل ما بالك بقى بلومه نفسه واعتابه على نفسه وانه عايز يبقى احسن وانه 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 الحاجة التانية اللعب دي انا كلمت في حاجتين الضغوط الرهيبة اللي بيقابلها اللعب وان اللعب عمره في الملعب قصير الحاجة التالتة وهي انه اللعب لازم يتعامل يبقى عنده يعني فرصة انه ما عندهش فرصة يعوض اللاعب ما عندهش فرصة يعود ممكن كورة لقطة لعبة تفني حياتك بالكامل الرياضية وتحكم عليك من انت تبطل يعني بطولها مهمة جدا وانت داخل تلعب ضرب الجزاء حيوية جلتها هتلاقي نفسك هجوم رهيب عليك انت محتاج هتلاقي نفسك الحل الوحيد انت تبعد عن الملاعب ويفضل الناس حارث مرمى دخل فيه جنب بشكل معين هتلاقي عمرك كله بيتاردك هذه اللعبة أو هذا الخطأ كل ده في كل الألعاب على الفكرة بكلمش بس كورة القدم فالنهار ده اللعبة بتتعرض لضغوط كبيرة جدا ضغوط لا يتحملها بشر فيا جماعة رفقا باللعبين لو لدينا لعب مش موفق بلاش نجلده بلاش يعني نكون قاسين على اللعبة بشكل كبير رفقا باللعبة انت ممكن بكلمة تكتبها على السوشيال ميديا تجرح شعور لعب وتأذيه وتخليوش ينام طول الليل طب ليه لازم نتعلم وناخد الدروس من موقف أحمد ان احنا ما نبقاش أبدا السيف والجلاد على اللعبين رفقا باللعبين ما فيش لعب عايز يلعب وحش ما فيش لعب مش عايز يبقى أحسن بالذات اللعبة اللي بتوصل لمستوات منتخب مصر وغيره لازم نكون رفقا باللعبين ما نقفش في مستقبل لعب اللعب النهاردة ليه مستقبل ما نقفش ما نقهرش لعب او ان احنا نحاول نقصر على قرار اللعب او ان احنا نقوله لأ انت مش هتلعب هنا خلينا نتعلم من أوروبا ان هو اللعب هي في الاول والاخر لعبة مش عايز يبقى متواجد شوفنا من بابي النهاردة لعيبة كثيرة جدا جير كده وعندك كريستيانو رونالدو لعيبة كثيرة كانت موجودة في فرقها وقودها فالد ولسه بسارية وهو قال لا انا مش عايز اكمل ولو تفضل هي رياضة في الاول والاخر مش لازم ان انا اقول لأ انت كذا وقول له لأ انت لازم تكون معايا لا انت مش عايز تكون معايا والحقيقة النادي الاهلي هو اكتر نادي بيطبق ده الحقيقة انا بقول لكم بامانة لعبة كتير جدا شوفناها في الكرة الطائرة شوفنا منعب في الكرة الطائرة اللي ما جاء لي يا جماعة انا مش قادر اكمل ومش قادر استمر مع النادي الاهلي قال له يا فاندي متفضل مع الف سلامة لعبة كتير جدا في الالعاب الاخرى بتكلم عليه خصيني اللعب يقول له انا مش قادر اكمل بالله يتفضل مع ألف سلام ليه؟ لأنه دي رياضة في الأول وآخر فياريت كلنا نتعلم ده ياريت ما نتكهرش لعب أو نضغط على لعب ونيلعب غزبا عنه ورفقا باللاعبين والأجهزة الفنية وكل منظومة الرياضة خاصة اللاعبين دي الحاجة الحقيقة لكت حابب أشارك حضراتكم فيها وبنظر لقصة وحكاية أحمد بشكل مختلف شوية ورحمة الله عليه وربنا يا رب يجعل ده في ميزان الحسنات وإحنا كنا نزعل قوي لو كنا نسمع عنه أنه هو أخلاقه يعني مش بالرقي ده أو بالتواضع ده أو بحب الناس لي ده ويكفي شهادة أو جناسته قد إيه الناس بتحبه فده شهادة يعني لله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يعني لما بيحب يعني يحسن خاتمة حد أو يبقى فيه دليل بيزرع حبه أو حب هذا الشخص في قلوب الناس اللي حواليه فالنهاردة لقينا كل الناس بتحب أحمد أكيد في مكان كويس جدا وأكيد ربنا بيعوضوا على اللي شافه ولكن العبرة والعظة للبعدي اللي هو أحمد كنت بشارك حضراتكم في ده وربنا يرحمك يا أحمد يا رب والحقيقة يعني يكفي صورته ويكفي ابتسامته يعني من غير ما تتكلمه من غير ما يقول هو أنت أول ما تشوف يخش قلبك وده قبول ده من عند ربنا سبحانه وتعالى وده رمز من رموز حب الله سبحانه وتعالى ومن قبول الله سبحانه وتعالى لهذا اللاعب أن ربنا وضع في قلوب الناس حبه وجناسته شفناها وشفنا كمية ما فيه العيبة كتير جدا توفاها الله وهي في الملعب وهي خارج الملعب ولكن كمية الحزن الكبير على أحمد تدل قد إيه أنه يعني بفضل الله بفضل الله في مكان أفضل كتير آه حزنين على فراءه ولكن العبرة والعظة لمن بقي من بعده ولازم نستقلص العبرة والعظة من هذا الموقف خلين نروح لأخبارنا ونبتدي طبعا ببداية بكرة اليد كرة اليد من الأفرق الجماعية اللي بتستعد بقوة للأولمبياد ودايما قلوبنا ودايما توقعاتنا ودايما إذا ما بيقولوا حساباتنا بتختلف مع كرة اليد ودايما أمنا وطموحاتنا عليها منتخب كرة اليد أخوان كارلوس باستير المدير الفني لمنتخب مصر الأسباني استدعى خمس لعبين من النادي الأهلي باستعدادا لمباريتين مع كرواتيا المباراة الأولى وسولفانيا الحقيقة احنا لعبنا كرواتيا خلاص ويعني كان الفوز لكرواتيا 36-29 وهما أدراك كما كرواتيا يعني بطل عالم وهما من أحد الأندية الكبيرة في العالم فالحقيقة انتوصل معهم في الأعداد 36-29 هتصور نتيجة جيدة من خماسي النادي الأهلي اللي مشارك مع المنتخب عبد الرحمن حميد وأحمد هشام سيسة وعبد الرحمن فيصل وإبراهيم المصري وأحمد عادل دول الخماسي أنا كان عندي برضو كومنت أنه ممكن يكون فيه اتنين لعيبة كمان من نادي الأهلي أو على الأقل لعب كمان سوداء سادس مع المنتخب لأن احنا النهاردة بطل كأس وبطل دوري وسوري بطل الدوري وبطل كأس السنة اللي فاتت وبطل الدوري السنة اللي فاتت فإذا فرقتنا هي اللي بتتصدر المشهد فكان مفروض يكون فيه لعيبة أكتر ولكن اليد عندهم مشكلة ومشكلة عندهم ميزة عندهم لعيبة محترفين كثيرين خارج البلاد فدول بيبقوا القوام الأساسي للمنتخب منتخبنا هيلعب من تاني قولنا سولفينيا والمشهد لما يتلعب هنقول لحضراتكم نتيجة وإمتى إن شاء الله ممكن الحلقة القادمة نقول لحضراتكم عندنا منتخبنا بيلعب مع مجموعة ايه في الأولمبيات مجموعة حقيقة قوية جدا مجموعة قوية جدا وقع فيها منتخب مصر يقع مع فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين أنا بتكلم عن الأرجنتين هتكسبها إن شاء الله ولكن إنت عندك المجر وعندك النرويج وعندك الدنمارك وفرنسا أربع فرق قوية جدا ترى هذا محتاج تكسب أكبر عدد من الفرق دي في الأولمبيات عشان يسهل لك المشوار إنت بتتكلم في واحد اتنين تلات اربعة خمس فرق في مجموعتك نتمنى إن شاء الله ست فرق بمنتخب مصر وتصور إن في ستة تانين هي مجموعتين بس دائما الأولمبيات بيكون 12 فرق في الألعاب الجماعية وما بقاش الجدول بتاعها تبير نفس الوضع في كرة السلة وهتكلم على كرة السلة الحقيقة اللي أخفقت أو لم توفق في التأهل للأولمبيات وده كان متوقع بشكل كبير بعد إخفقنا في كأس العالم نحن ناخد مركز متقدم بالنسبة للفرق الأفريقية في المشاركة في كأس العالم بس هناخد خبر خبر طيب منتخبنا صعد الأولمبيات إزاي بعد ما أخذ بطولة أفريقيا لو تفتكروا اللي كانت في استاد القاهرة بعد ما فاز على الجزائر في المبرأة النهائية و29-21 فاكرين المطش ده فاكرين البطولة دي كان منتخبنا جاي جدا ولعبة نادي الأهلي كان جيدة جدا والحقيقة احنا زائنا بعد المبرأة على شاشة قناة نادي الأهلي وكان برضو تحت نفس القيادة الفنية مستر خوان كارلوس باستير الحقيقة الواحد من أفضل المداربين الفنيين على مستوى العالم وطبعا زي ما حضركم عارفين خلينا برضو نتكلم عن كرة اليد في النادي الأهلي وهو رحيل طبعا مستر ديفيد ديفيز بعد ما رحل على النادي الأهلي حتى الآن النادي الأهلي لم يعلن عن الجهاز الفني الجديد ولكن يعني احنا دايما عندنا أخبار وعارفين طبعا كواليس كبيرة جدا احنا جوان نادي الأهلي وعارفين ولكن احنا كبرنامج الأبطال لا نعلن أبدا عن أي صفقة وأي تعاقد حتى لا نفسدها هنا في قناة النادي الأهلي إلا بعد الإعلان الرسمي من النادي الأهلي ولكن ثقه تماما النادي الأهلي بيدور على الأفضل النادي الأهلي بيدور على الأحسن السيفيات لفرق الجماعية والتجربة بتقول والمجلس الحقيقة اللي موجود بقادة كابتن محمود الخطيب لا يتوانى أبدا لحظة أنه يجيب أفضل كفاءات سواء أجهزة فنية أو لعبين أو معسكرات دعم فني غير محدود العلعاب الجماعية بتشهد عصر زهبي لها في ظل الدعم الكبير من مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب هنوح لخبرنا الثاني وهو طبعا منتخب الكرة الطائرة وزا ما حضركم عارفين أنه منتخب الكرة الطائرة تأهل الأولمبيات أيضا وهو أحد الفرق الجماعية التي تأهلت الأولمبيات بعد فوزها طبعا في الدور العالمي بعد طبعا ما أخذت بطول أفريقيا والرابط وراحنا على الدور العالمي أو تصفيات الأولمبيات وفوزنا وكان من ضمن المباريات المهمة والمحطة المهمة اللي تأهلنا بها وهي مباراتنا مع اليابان اللي فوزنا فيها وكاد في اليابان بالمناسبة هذه المباريات وبعد كده فوزنا على تونس هناك وده الحقيقة اللي ساعدنا بشكل كبير ان احنا نتأهل الأولمبياد منتخب مصر الحقيقة شاهد طفرة كبيرة وكل التحقيق طبعا المهندس أمر رئيس الاتحاد والاتحاد الكرة الطائرة الحقيقة في وقت قياسي غير بصلة منتخب مصر رجال وسيدات اللي اتنين الحقيقة خلينا نقول لنا واللي علينا كنا بالأول بننتقد في المضمون وليس الشكل في اتحاد الكرة الطائرة ونظام المسابقات وعداد المنتخب ولكن سرعان ما نجح الاتحاد المصر الكرة الطائرة في يعني زي ما يقولوا عدل البصلة واتجاه البصلة بقى اللي شاهدنا منتخب مصر للسيدات النهاردة يعني وصل ان هو ياخد بطول أفريقيا وده حاجة الحقيقة يعني ما شفناهاش من كتير وكسبنا الكاميرا وفي الكاميرا منتخب السيدات للكرة الطائرة وايضا شفنا كمان منتخب مصر شفنا طفرة كبيرة في الرجال والسيدات نتمنى انها هنستستمر إن شاء الله دايما بحب اسمعه 7-8 لعبين دايما بيكونوا منتخب مصر وتصور من كرة اليد كنا نستحق من العدد داي يكون في المنتخب ولكن هي رؤية فنية المستخوان كارلوس باستير ولا بيحب ولا بيكره والراجل اللي يسي فيه كبير لو لقى لعيب هو هيفيده أكيد هيدمه معاه ويمكن أزمة منتخب مصر أو أزمة منتخب كرة اليد هي اللعبة المحترفين وهتلاقي اللعبة المحترفين دول ما لهم لعيبة من النادي الأهلي يعني هتلاقي على الأل 7 أو 8 من نادي الأهلي باللعيبة يعني عليه زي نلعيب النادي الأهلي فلما يتضم المنتخب إذن نقدر نقول أنه لعيب النادي الأهلي السابق يعني فيه لعيبة سابقين وفيه لعيبة حاليين ممكن نلاقي إصام الطيار مثلا موجود يعني هتلاقي على الأل 7 أو 8 لعبين يأما أساسهم أو أصلهم أو خلفيتهم من نادي الأهلي أو بمثاله بلعبه في النادي الأهلي السبع لعبين من كرة طائرة نرجع لخبرنا طول طبعا منتخب مصر يقودون منتخب مصر لحصد برونزية كأس التحدي العالمي منتخب الوطني للرجال الكرة الطائرة بكيادة المدير الفن الأسباني فرناندو منزو حقق المديلية البرونزية في بطولة كأس التحدي العالمي ويتلعبت في الصين في الفترة من 4 والحد 7 يوليو اللي احنا فيه منتخبنا حق المركز التالت بعد فاز على أوكرانيا بنتيجة 3-2 في الأشواط اللي خلصت 21-25-25-25-25-17-15-13 الماتش كان كلوس جيم جدا خسران الشوت الخامس أو كازبان الشوت الخامس فرق هدفين أو فرق نقطتين 15-13 منتخب بيضموا في صفوفه 7 لعابين من نادل أهلي منهم حسام يوسف صنع العلعاب أو مركز واحد أحمد عزب حمد عثمان عبد الرحمن الحسين محمد عسران صيف عابد محمد رمضان الحقيقة دول السباعي الأهلاوي المتخب كان بدأ مشواره في البطولة بالفوز على قطر من نتيجة 3-2 وبعد كده في دفتور الثمانية وبعد كده خسرنا من الصين البلد المستضيف 3-0 وبعدها قدرنا نفوز على أوكرانيا 3-2 الحقيقة برضو منتخب مصر ما نجحش بالمركز ده إنه يتآهل للدوري العالمي ولكن يبقى إن احنا قدين عداء كويس المنتخب هلعب في الأولمبيات مع المجموعة الثانية وهي البرازيل بولندا إيطاليا طبعا إحنا من المجموعات كده إحنا بقول لكم دولتنا إحنا المجموعة بتاعتنا في الكرة الطائرة 4 يبقى إحنا بنتكلم على 3 أو 4 مجموعة 3 مجموعة تقريبا هيكونوا هم اللي في الأولمبيات معرفش هيمشوها إزاي بقى كل اتحاد لعبة بيدير النظام المسابقات بتاعته في الأولمبيات ده الحقيقة خبرنا عن السباعي بتاعنا اللي بيشارك أو انتهى أو أنهى مشاركته مع منتخب الكرة الطائرة نروح للتنس الأرضي والحقيقة من الألعاب اللي لسه مخلصتش الموسم بشكل كبير فالدوري العام أو الدوري العام للتنس الأرضي ابتدى ودوري المجموعات للناشئين والناشئات العام للناشئات ابتدى ونادي الأهلي الحقيقة بيستضيف دوري المجموعات للدوري العام للناشئات هيستضيفه فيه فرع نادي الأهلي بالجزيرة لما يعرفش نادي الأهلي في الجزيرة عنده مجموعة من الملاحب التنس الأرضي الممتازة القديمة يعني قعدة التنس الأرضي في نادي الأهلي أو الصهر في المكان ده أو القعدة بيضم كل نجوم النادي الأهلي دايما بالليل بيروح يعودوا في ملاعب التنس ومكان مشهور جدا داخل نادي الأهلي الجزيرة خلينا أقول لحضراتكم الخبر مقر النادي الأهلي بالجزيرة استضاف دوري المجموعات من بطولة الدوري للممتاز للنشيئات التنس الأرضي تحت 12 سنة واللي بيشهد مشاركة كبيرة من عدد كبير من الأندية طبعا صور للملاعب ومشاركة بناتنا تحت 12 سنة الأهلي تصدر مجموعة بعد فوز على كل من الظهور وطنطة من نتيجة 9 صفر وبعدين على هليوبيس وأكاديمية سماشت من نتيجة 8 واحد بعد كده فرقتنا بكده صعد لربع نهائي وهو متصدر المجموعة ولسه هنشوف هيقابل مين في دور التمانية بإذن الله جميع الفرقة شادت بملاعب وتجهزات النادي ولمشارة المجموعة وقالت إن التنظيم على أعلى ما يكون والحمد لله رب العالمين ده اللي بنتوقعه دايما من النادي الأهلي حسن التنظيم وحسن الاستضافة طبعا ميار شريف نجمة مصر البهبية في التنس الأرضي وأحد اللاعبات من أفضل 50 لعب على العالم هي بنت النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي أيضا واللي بتشارف كل المحافل الدولية هي خرجت من مدرسة النادي الأهلي وبيت النادي الأهلي ولكن لا تمنى إن شاء الله نشوف أكتر وأكتر من ميار شريف بإذن الله طيب هنروح للأخبار المحلية هنروح للاتحاد السلة وفريق كرة السلة حقيقة شارك في الدوري العالمي أو البطولة العالمية أو الكواليفيكيشن جيمز للتأهل الأولمبياد طيب خلينا بس أشرح لكم حاجة قبل نروح للصورة يا جماعة إحنا إزاي تأهل الأولمبياد في كرة السلة هو بشكل مختلف شوية أولا هم قالوا أو الاتحاد الدولي قالك الفرق اللي بتشارك من كل قرة في الكائس العالم هياخدوا أفضل الفرق اللي حققت مراكز وهي دي اللي هتتأهل مباشرة للأولمبياد كأس العالم تأهل خمس فرق من كأس العالم خمس فرق أفريقية اللي لابت في كأس العالم كان أفضل الفرق على الإطلاق حققت هيلة أهل الأولمبياد لها مين؟ جنوب السودان جنوب السودان عملت أعلى نتيجة أو أحسن نتيجة معرفش خدية المركز الـ 12 أو 11 أنا مش متذكر أول حقيقة ولكن جنوب السودان نجعت أنها تاخد أفضل مركز متقدم في الفرق الأفريقية إذن هي تتأهل مباشرة لفين للأولمبياد فيها تبقى المقاعد بقى كتير السابت على حسب نجاحك فضموا فرق من أوروبا على فرق من أسيا على فرق من أمريكا الجنوبية وعملوا زي تصفيات عالمية وقعت مجموعتنا مع الدوميكان وفريق من تاني كان اليونان الفرقتين دول وقعنا معهم في مجموعتنا وكان لازم نكسب على الأقل فرق أو فرقتين عشان نطلع نلعب قبل النهائي والنهائي طبعا موضوع مميت صعب جدا عشان تكسب اليونان وبيضم فيها يانس أفضل عيب في العالم اللي بلعب في دورة الـ MPA لفجئت يعني من 3-4 سين يانس أصلا هو أصلا نجيري وراح اليونان هو أنا اسمعت قصته وكنت اسمعت وبيحك قصته هو هاجر مع أسرته النيجيرية إلى اليونان وخد الجنسية مع مهاجرين كثيرين هاجروا إلى اليونان طلبين حق اللجوء ولعب كرة سلة في اليونان وتقلق ومنها راح إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبيلعب في الباكس على ما أتذكر وما زال بلعب معهم وخد الـ MVP مستفاريابل بلاير السنة اللي فاتت في الـ NBA وإلعب ليها وأحد أفضل لعبين في العالم فده في اليونان برضو أيضاً بتضم مجموعة من اللعبية في الـ NBA فأنت الحقيقة خسرت المباريتين تحدي السنة بعد المباريتين وجه الشكر طبعاً للمدير الفني الكندي اللي هو هنريك رودل وجه له الشكر وقال له شكراً أنت مش معنا ولكن أنا النهار ده عندي تعليق يعني أولاً إحنا يعني فشلنا في التأهل للنبيات وده كان متوقع كان فرصتك الكويسة أن أنت تاخد مركز في كأس العالم وترح دمرة ولكن ده ما حققته شوي كابتن عمر بصلح مهندس عمر بصلح ناب رئيس الاتحاد وأحد الشخصيات المؤثرة جداً في الاتحاد واللي دور كبير ده المدير الفني الكندي اللي جاء على قد التصفيات ومشي طبعاً عمر بصلح رئيس لجنة أو مهندس عمر بصلح رئيس لجنة المسابقات وغير كده مش رئيس لجنة الحكام يعني المشرف من مجلس إدارة على المسابقات والحكام هو ده اللي على إيدنا اليمن اللي لبس نادرة وهو بالمناسبة شقيق كابتن محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد كابتن عمر مصلحي اللي عليمين يا جماعة ودكتور مجد طبعا رئيس الاتحاد على الشمال فطبعا وجه الشكر أو أعلن عن توجيه الاتحاد الشكر لرودل وأضاف أنه بيشكر رودل على الفترة اللي قضاها وأنه حاول يعود غياب مجموعة مميزة من أهم لعابين زي هاب أمين وعبد الرحمن نادر وعصام مرعي وعاصم مرعي وأحمد أبو العيلة بيبو وده طبعا ما يمنعش أننا كنا متأكدين من صعوبة الصعود هو أكد هو الكلام اللي أنا أقول الحمد لله نو كان فعلا صعوبة الصعود من التصفات العالمية ده الفورة الكبيرة جدا من منتخباتنا القومية ومنتخبات الأخرى طيب أنا عايز أقول حاجة أولا أنت لما توجه الشكر لمستر هنريك رودل فأنت هنا في غياب لمشروع أنت عامله يعني النهاردة أنا ما ينفعش أتعامل بالقطع أنا جماعتني الصدفة بأحد وكلاء اللاعبين المصريين بدون ذكر اسمه هذا الوكيل هو بيشتغل مع مكالة كبيرة لتسويق اللاعبين وأيضا تنظيم الكمبات للفرق العالمية هذا السمصار أو هذا الايجنت ما يتقلش السمصار هذا الايجنت كان مع منتخب أنجولا في سربيا منتخب أنجولا الكورت السلة عامل معسكر في سربيا ولعب مباريات لعب مع مابرتيزيان ومأدراك مابرتيزيان ولعب مع فرق كبيرة جدا جدا في سربيا فالنهار ده عرفت أن أنجولا بتتبنى مشروع كبير بقالهم حوالي 8 شهور شجالين فيه أو سنة يتفرج على منتخب أنجولا والأفرو كان السنة الجاية 20-25 هو في أنجولا أنجولا عندها رؤية عندها مشروع كبير بتعمله لمنتخب كرة السلة فالنهار ده منتخب مصر أو اتحاد كرة السلة لما يقدم الشكر الردل طب انت كنت جايبه ليه؟ كنت جايبه عشان 3 شهور بس دول طب ما كنت أسندت المهمة اللي أنت بتقول أنها كانت صعبة كنت تسند المهمة لأحد المدربين أصحاب بشروع أو أحد المدربين ما أنت بطولة عربية أسندتها الوقت البدر ورامي جنيدي ونجحوا أنهم ياخدوا البطولة العربية أنت النهار ده كانت صعوبة الموضوع طب أنت جبت رودل ليه؟ وجبته طبعا بعملة صعبة وقاعد 3-4 شهور 5 شهور مثلا وليع بطولة في قطر ورجع استعداد للدولة العلامية طب كنت جايبه ليه؟ هنا في غياب رؤية على طول بسم الله الرحمن الرحيم الخبر كده قرى من بين السطور أنه في غياب رؤية كنت الأفضل أنت وأنت عارف أن أنت مش هتتأهل أن أنت تبتدي مشروعك من 6 شهور اللي فاتوا من بعد ما انتهى كأس العالم بس العالم انتهى من سنة كنت ممكن تبتدي مشروعك قلاص أنا مش هتأهل أولمبياد أجيب مدير فني جديد مصري أجنبي رؤيتك أنت بقى اشتغل واجيبه ويشتغل ليحضر التصفيات العالمية كإذا ما أنجولة بتعمل طب ليه كده طب ليه وأنا بقول لكم من دلوقتي وخليكم فاكرين كلامي وسجلوا علي إحنا عندنا مشكلة كبيرة في التأهل لكاس العالم اللي جاي طب عندكش مشروع ما عندكش مشروع أنت النهاردة عملت الكلام ده في تصفيات كاس العالم اللي فات وجبت الكندي رؤية أنا وجبت قابليها بسنة ونص سنتين ونجحت تأهل كاس العالم عشان كان عندك رؤية النهاردة أنت ما عندكش رؤية آسف ما عندكش رؤية واللي بيحصل ده يعني مش مزبوط كان لازم يكون فيه مدير فان أنت مش شايف رودل طب أنت مشيته ليه هل وحش هل كويس طب أنت قيمته كذلك لما قلت أن الموضوع كان صعب قيمته أنه كان كويس أو وحش طب يعني اختيارك كان من الأول غلط لأنه هو ما تمش تقيم وبالعكس ده مدالي يوناني أنت طالع معها 19 بنت أو 20 بنت وإذا عندما كان أنت ما طالع معها أشكره قريب بس النهاردة عايشين بنت ده في البسكت مش كتير بس اللي عايزة أقول لك أنت النهاردة ما عندكش رؤية فللأسف إحنا نهاردة الوقت بيعدي في الانتخابات التحادسلة جاية في شهر 9 أو شهر 10 بعد البطولة أو 11 أي أن كان هنخش بعد كده بتكشيل اللجان هنخش طبعا في بعض الرواسب الانتخابية اللي هتحصل بعد كده هتفكر تجيب منتخب هتغمض وتفتحت لنفسك في تصفيات كأس العالم قدنا شهر 2 شكرا فكدت أتمنى أن يكون في رؤية زي منتخب كورة اليد عنده مروجيكت عنده مشروع بيتبنى والموضوع مش كيمية أنت النهاردة بتعمل مشروع بتتبنى سنة 2 عشان أنجولة بتعمل كده دلوقتي وفرق أفريقية كتيرة جنوب السودان عندهم مشروع مصر فين ومصر تستحق الأفضل طيب هنروح بقى من الخبر ده معلش يا جماعة أستأذنكم بس هنروح أنا مش هطول قوي يعني هنروح على كورة السلة في النادي الأهلي طبعا حضرتكم سمعين كلام كتير جدا وبعض اللعبين ماشي وبعض اللعبين جايين خلينا أقول لكم بعض الكوليس طبعا في بعض اللعبين اللي أعلنوا وخارحلهم خلاص على صفحاتهم على الفيسبوك زي أبو النصر الحقيقة أبو النصر خلينا بس أو جهله من هنا الجنود المجهولة المعلومة اللي كان ليه دور كبير جدا في بطولات كثيرة خدها النادي الأهلي لوجه التحية لأبو النصر على ما قدمه في النادي الأهلي والحقيقة أنه طبعا يعز علينا أنه ما يكونش معانا السنة الجاية ولكن أنت لعيب مؤدب أنت لعيب أخلاق أنت لعيب كنت بتقاتل حتى في الدفاع وبتنكر نفسك في الدفاع عشان تعود أي ضعف دفاعي كنت نعمل لعب لعبت لعبت ملعبتش ملعبتش تصبت بترجع بتتمرن أحسن من الأول فإذن أبو النصر هل موجه له الشكر والتحية عرفنا يوسف المعدوي كمان لعبنا الناشئ مش من النادي الأهلي عرفنا كمان أن محمد عزب أو محمد أو عمر عزب مش من النادي الأهلي يمكن عزب يعني ما عرفش طبعا هو تقييم النادي وتقييم الأجهزة الفنية ولكن عزب أنا كنت أتصور أنه كان يستحق يعني ممكن سنة كمان أو حاجة خاصة أنه صغير وأنه لعب مؤثر أنا ما بقولش عزب أنه هو سوبر أو نجم فوق العزب ولكنه كان بياخد الدور بتاعه يأدي فالحقيقة عزب أنا من الناس اللي فجئت برحيله ولكن دي رؤية فنية طبعا في النادي الأهلي ونحترمها كنا نتمنى أنه يبقى له سنة زادة ولكن نادي أهلي طبعا يعني بيبقى أكيد درس يعني قراته بشكل جيد سمعنا رحيل أجوستي بقاء أجوستي الكلام ده كله يعني أكيد احنا عندنا كلام وعندنا أخبار ولكن احنا ما بنقولش حاجة تمس الجهاز أو استقرار الفرقة أو أي حاجة إلا لما النادي الأهلي يعلن بشكل رسمي ولكن فيه كلام وفيه أمور كثيرة رايحة جاية وكل الاحتمالات وردة عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين ما عندناش أكتر من كده تفصيل أو تفسير عندنا بعد كده كمان بعض اللاعبين السفقات اللي جاية طبعا عرفنا من خلال يعني القصة النادي الأهلي أو يعني طبعا من خلال المقربين أنه فيناك محاولات كبيرة لأعادة بيبو زهران اللي بيلعب في دولة الان سي دابل اي ولعب منتخب مصر الشباب واللي بيلعب في مركز الجارد أو الشوتين جارد أنه يرجع أو يتواجد مع الفريق الأول ودي برضو محاولات نحنا برضو ما عندناش يعني فيه كلام وفيه مفاوضات طيب الكلام هيتحسم إمتى بعد ما نادي الأهلي يعلم تمام نادي أهلي بيعلم بعد ما إصدار البطاقة الدولية لللاعب ما بيعلنش قبل كده ممكن اللاعب يوقع ولكن يتم التأخير شوية لغات معقودة تروح للاتحاد ويتم التحقق طيب فيه معلومة عايز أقولها فريق كرة السلة ليه صفقتين بس فريق كرة السلة ليه صفقتين بس ليه صفقتين لأنه خد تاني الدولي اتحاد كرة السلة فيه قرار قديم كان الهدف منه يعني إنه ما يديش أو ما يديش المساحة الكبيرة للأول إنه يفضل محتكل اللاعبين وكان بعد موسم مركاته كبير جدا عمله النادي الأهلي في ضم مع عمر طارق وعمر الجندي وهاب أمين في سنة فحصل اتحاد السلة خد قرار قالك لا 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 بقى كده بقى أنتوا هتلموا اللعيبة برغم أن اللعيبة المتاح أنت لاتخده قالك لا الأول ياخد ياخد مركز واحد ياخد لعيب واحد الثاني ياخد ليه الحق في صفقتين الثاني ليه ثلاث صفقات الرابع ليه أربع صفقات الخامس ليه خمس صفقات فالنادي الأهلي خد تاني السوبر فإذا ليه صفقتين طب هل صفقت بيه مزهران تعتبر صفقة لا لأن بيه مزهران هو ابنك وعائد ليك بيستسنى من الصفقات الصفقات هي الصفقات البيع والشراء لعب تشتريه من جزيرة بالضبط وحصل في نادي الزمالك ابن ياسين ياسر عبوهاب رجع من دور كرة السلة في الان سي دابل اي ما تحسبش صفقة وعندنا برضو في النادي الأهلي اللي بيجي من الخارج بعد يعني عمر الشيخ لو رجع لابنه ده ممكن مش هعتبر صفقة لأنه كان ابنك وراح الدور الجماعات ورجع عليك ففيه كلام كتير قوي بيتقال في الموضوع ده بس بيه مزهران مش هعتبر صفقة فأنت عندك صفقتين طيب النادي الأهلي شغل أنا بطمينكو النادي الأهلي مسايب أي لعيب يقدر يجيبه وما بيتكلمش معاه وما بحاولش يفوضه أنا بس بطمينكو أني نشاط الرياضي ومجلس الإدارة شغلين على صفقات كرة السلة بشكل كبير بس ندعو لهم بالتوفيق مش معنى أن أنا بفوض إنها توفق ممكن فوضك ومتوفقش صح أو أنا غلطان هل معنى أن أنت فوضت إنه لازم ثم النادي الأهلي بيفوض لعيبة كثيرة في كرة القدم أنتوا سامعين دلوقت على الخط الوسط ومش عارف إيه ولعيبة خط الوسط اللي بتفاوض مع النادي الأهلي ولكن قد توفق وقد لا توفق يعني موضوع يعني النجاح المفاوضات دي حاجة زي المبريات فيها توفيق كبير جدا فنتمنى المسؤولين وعلى رأسهم طبعا كاتخاذ العاودي مدير نشاط الرياضي إنه يتوفق في مفاوضاته وحتم على جهزة الفنية وعايز أقول لكم حاجة تعرفوه برد كاتخاذ العاودي يكاد يكون ما بينامش النهاردة عنده صداع وده السيزون بتاعه هو تشكيل جهزة اللي هيقض عليه سنة كاملة وفي الأول والآخر كاتخاذ العاودي اللي بيعرض وكاتخاذ العاودي اللي بتحاسب فالنهاردة الراجل بأمانة ما بينامش مش عشان هو خايف من الحساب أبدا هو ابن النادي الأهلي وهو يعني أكيد محب النادي الأهلي هو النهاردة عايز زرد جماهير النادي الأهلي فالنهاردة النشاط الرياضي حقيقة ما بينامش عايزين يجيبوا أحسن السفقات كجهز فانا وأحسن السفقات في اللاعبين طيب هنروح ليه خبرنا المحلي التاني وهو له علاقة بالفروسية الفروسية الحقيقة من ضمن الألعاب اللي كنت بحب أتفرج عليها وانا صغير بشكل كبير الفروسية فيه طبعا قفز بالحواجز وفيه أيضا بعض وفيه سباقات الخيول وفيه الحقيقة نشاط من الخيول الحقيقة اللي هو التقاط طبعا الأقماع من الأرض يعني كنا بنيك كنا تشوف أنت الخيل بتجري وبيوطي الفارس يلتقط هدف مع الأرض وهو من فوق ظهر الحصان ما توقع ده بيكون صعب جدا وخبرنا النهاردة منتخب الفروسية بيشارك في بطولة موسكو الدولية منتخب مصر الفروسية يشارك في بطولة موسكو الدولية التقاط الأوتاد زي ما قلت لحضراتكم واتهد على الأرض انت بتوطي تاخده وانت أهو بص يا جماعة بتلتقطه إزاي برمح بإيدك بيبقى ليه حاجات كتيرة ولكن صعب قوي قوي يا جماعة صدقوني بالسيف بالرمح بصوا شايفين يا جماعة ولازم ينزل ويميل قوي من غير ما يقع الحصان ولازم الحصان يبقى متعود على كده لا الموضوع كبير ولعبة ممتعة نفسي اتفرجوا عليها بشكل كبير البطولة تتلقى من 9 إلى 25 يوليو اللي جاي بإذن الله منتخب يشارك بخمس فرسان ودي أول بطولة عالمية بيشارك في غياب المهند شامحة برئيس المجلس السابق اللي تم شطبه يعني أو تم إقافه أنا آسف يعني عشان بس يتبقى الكلمة يعني واضحة تم إقافه من جبل اللجنة الرمبية المصرية محمد الرمغوري راني راني هاملت محمد عادل أحمد عبد النبي رموز توحيد ودي لعبة من بعض اللاعبين اللي كانت مقاطعة للاتحاد في وجود المهند شامحة يعني في بعض اللاعبين يعني أنا أفتكر راني هاملت ده كان هو مصري إنجليزي وأتصور أفتكر إنه كان مقاطعة للاتحاد وكان طلع في أوقات كتيرة وهاجم المهند شامحة وهاجم للاتحاد وما كان رافض أبدا يجي مسل مصر وعايز أقول لكم بنسبة كبيرة اللعبة دي بتيجي على حسابها أو بتيجي متحملة جزء كبير جدا من نقل الخيل وصفرها على حسابهم لدي لعبة مكلفة جدا فاللعبة دي بتيجي حبا في منتخب مصر إنت لو هتقدر تقدر تعمل كده هتبقى المواضيع صعبة جدا أو هتبقى عندك بطجة عالية جدا جدا وبترقص البعثة هاني مجدية قضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الفروسية وبضم الجهاز الفني كلها من نوران عزام مدير فني ومصطفى حمدي مدرب رياضة ارتقاط الأوتاد من الألعاب الصعبة والتمارس من على الخيول وهو بيجري بسرعة كبيرة ومحتاج تركيز كمال اللي امطلب يعني يلتقط الهدف من على الأرض بالسيف أو الرمح أو الأداء المستخدمة وانت فوق الحصان وفوق ظهره طبعا بتجري بسرعة كبيرة جدا لأن الوقت فيه مهم قوي ونجاح الحد الفروسية كان ضمن المشاركة في اللومبيات اللي جاية بلعب واحد فقط وهو نائل نصار نائل نصار واللي بيقدم مستويات كبيرة في البطولات العالمية بس الحقيقة قبل ما اروح انا اسف يا جماعة يعني عشان بس ارجع للخبر بتاعة كورة السلة السابق انا اسف معلش بعد الخبر الفروسية فيه اربع عامين كانوا غابوا عن المنتخب مصر اهاب امين وعبد الرحمن نادر وعاصم مرأي وحمد ابو العلم الحقيقة انا عايز اوضح حاجة بالنسبة لعبد الرحمن لا يبقى بالإن بيه السابق واللي بالعبد الوقت في الدور الصيني انه بيقولك هو اعتذر عشان ما تبعت لهش دسكرة فريس كلاس اللي عرفته من الكواليس انه ده حقيقة طب هو ليه كان عايز طيارة او كورسي بيزنس كلاس عشان ييجي عليه عشان هو طويل هو فوق او قرب الاتنين متر ولو جيه مسافة كبيرة من الصين ركبه بوجعه ما بيقدرش يتحمل فكان عايز يجي له دسكرة بيزنس عشان يدر يميد رجله فده السبب اللي عرفته من ناس مقربة من عبد الرحمن نادر وده السبب الرئيسي اللي خليه ما يجيش هو مش يدفع الدسكرة على الحساب ولا انتو تدفعوا لي زي ما بيحصل في كل حتة في العالم فالحقيقة برضو ده من ضمن الحاجات اللي حصلت فيها لغة بس حبيت اوضحها لحضراتكم هيا بعمين طبعا موضوع التأشيرة وعاصم مرأي محدش عارف ما تمش يستدعوه ليه اصلا من الاصل عاصم مرأي واحمد ابو العيلة برضو يقال انه هو كان عنده مشكلة في التأشيرة ولكن الحقيقة ما عنديش ما يؤكد عليهم في ذلك الحقيقة كده ده اخبارنا خلصت كنت اتمنى يعني الحقيقة اننا اكون يعني لخصت لكل دنيا والحقيقة هل فيه لسه عندنا وقت طيب نقدر ناخد اخبار كمان ماشي خلينا نروح ماشي هنروح للسلاح لبعد كده عندنا وقت طيب ناخد الخبرين اللي موجودين والحقيقة نقدر ان شاء الله انحنا يعني نقولهم فيه سريعا عندنا طبعا اتحاد السباحة او السباحة المصرية عندنا خبر جيد وهو لوجينة عبدالله تتأهل الولمبياد باريس 20-24 في السباحة عن طريق مقعد افريقيا طبعا لوجينة عندها 19 سنة واعلن المهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد تأهل طبعا لوجينة لمسابقات او منافسات 200 متر حرة في دورة الالعاب الولمبية اللي جاية واللي هتكون في العاصمة الفرنسية باريس من 26 يوليو حتى 11 اغسطس لوجينة هتشارك في الولمبياد عن طريق مقعد افريقيا اللي حصلت عليه الاول مرة في تاريخها وده تكرار للي كان حصل مع السباحة التاريخية فريدة وثمان وللأسف مش هتشارك في الولمبياد في سباحة 100 متر فراشة بسبب فارق 200 في السنية السباحة دي ملهاش كبير لوجينة سباحة نادي الصيد وعندها 19 سنة زي ما قلت لحضراتكم من لعبات المميزات فازت بجائزة افضل سباحة في بطولة افريقيا اللي كانت تلعبت في انجولا في شهر خمسة اللي فات وبكده بيكون اتأهل من مصر في السباحة مروان الاماش ولوجينة عبدالله في السباحة القصيرة ومعه منتخب السباحة التوقعية ورباعي منتخب الغص والصورة اللي فاتت دي ملوجينة مع المهندسات اليدويس رئيس اللجنة الامبية المصرية او القائم بعمل اللجنة الامبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة هنروح للسلاح واخر اخبارنا النهاردة والتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني اعلن القائمة النهائية المشاركة في الامبية كل التوفيق للسلاح وننتظر منهم الكثير وامال كبيرة تطارد او يعني تداعب فلاش تطارد تداعب فريق السلاح او فريق منتخب القومي للسلاح باحراز مدالية في الامبية القادمة اعلن الاتحاد المصر للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني القائمة النهائية المشاركة في بطولة الععاب الامبية باريس عشرين اربعة وعشرين وتأهل المنتخب الوطني للسلاح بأكبر بعثة للعبة في تاريخ مصر بواقع واحد وعشرين لعبة ولعبا ولاعبة ستاشر أساسي وخمسة اعطياتي وجد بعثة السلاح المصري كالآتي سلاح الشيش رجال ضمت كل من محمد حمزة وعلى أبو الآسم وعبد الرحمن طلبة ومحمد عصام بينما ضمت قائمة سلاح الشيش السيدات يارى الشرقاوي وصار حسني وملك حمزة ونوها هاني ويقود منتخب السلاح الشيش فنيا كل من ماهر حمزة وتامر طحون وجد قائمة سلاح سيف المبرزة رجال كالتالي محمد السيد ومحمد يسين ومحمود محسن ومحمود السيد بينما ضمت قائمة السيدات كل من نردين إهاب وآية شريف وشروت جايير وجايبر ولؤة بقى ولا لؤة سليمان ويقود فريق سلاح السيف المبرزة المدربان سندرو وسيد سامي وضمت قائمة سلاح السيف رجال زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز وياسين فوزي بينما تأهلت نادا حافظ عن منافسات فرد سلاح السيدات ويقود منتخب سلاح السيف للأولمبياد تحت قيادة المدربان في نست أنست وجيوم ماثيو ويرقص البعث السلاح في أولمبياد باريس طريق الحسيني ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورافق البعث أخصائي لعلاج الطبيعي محمد الششتاوي كما يرافق البعث أعضاء مجلس إدارة أيمن مونير وميرفت حسنين وياسمين جاد كده خلصت أخبارنا نطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفي بعد الفاصل يعني كرة طائرة سيدات وأيضا كرة ولوتر بولو في النادي الأهلي ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم الجديد ونكملين حلقتنا معاكم من الأبطال وبنرحب بنجمة النادي الأهلي أحد نجوم أحد نجمات طبعا الفرقة مليئة بالنجوم أحد نجمات فتيات الزهب أو فريق فتيات الزهب وأيضا نجمة منتخب مصر لكرة طائرة الشاطئية دعاء الجباشي أهلا بك يا دعاء أهلا بحضرتك من ورانا وألف من اليوم مبروك طبعا على الموسم النجح كرة طائرة رجال أو سيدات وأيضا تأهلك للأمبياد موسم نجح في كل المقيسة ديك على مستوى حتى الشخصي بس لازم نبتدي الأول بالحدث الأهم طبعا هو تأهلك للأمبياد ضمن منتخب مصر أو ضمن فريق منتخب مصر المقاون من لعبتين أنت ومروى مجدي للأمبياد الأول خلينا أتكلم ليه؟ ليه الفوليبول أو البيتشي فوليبول أنت اخترتيها أو هم اللي اختاروك إيه؟ الكسة جات منين من الأول؟ أنا قبل أي حاجة بس حابة يعني أبعد خالص التعايزي لأسرة أحمد رفعت ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله أمين يا ربي على أمين ويصبر أهله دي أول حاجة تاني حاجة أنا ليه أخترت البيتش فولي يعني أنا بحسها لعبة فردية شوية فأنا يعني دايما من صغري بيقولوا عليها رخمة في لعبي فتلاقيني مثلا ممكن ستة يبقوا موجودين أول ما كرة تيجي أقوم لعبها على طول بلعب بجر من أول لمسة فيعني حسيت أن أنا ممكن ألاقي نفسي فيها أكتر أنت اللي شفت نفسك فيها يعني في الأول يعني حسيت أن أنا عايزة لعبة يبقى فيها ناس أقل في الملعب بحيث أن أنا أعرف يعني هي تالنت شوية فبحيث أن أنا أعرف أطلع الرخامة بتاعتي دي فيها طب هي صعبة يعني برضو الرملة وحركتك في الرملة بتتقل حركتك يعني دايما البنات مش بحبوا لعبوها أول لأن هي لعبة صعبة صحة أو أنا غلطة أيوة يعني في ناس كده دايما يعني معي في الفرقة بقول لهم ما تيجوا تجربوا وتيجوا تلعبوا معي بيت فولي وليس إتوا إيه المرموطة دي شفت ولا بقول وليه بالضبط أنتوا اتنين في ملعب والملعب كله رملة طبعاً بتلعب على الشاطئ وصعبة يعني يعني صعبة فيه ده الواحد بيجري على الرملة يقول لك ده أنا بجري على رملة يعني يعني ببزل مجهود كبير طيب اخترت الكرة الطائرة الشاطئية بدايتك أول حاجة لك خالص أول مشاركة كات إزاي يعني أنا أول ما دخلت البيتش فولي ما كنتش عارف أصلاً أن مصر فيها بيتش فولي فيعني رحت بالصدفة مين كلمك طب الصدفة إزاي والله صدفة بحتة أقول لحضرتك حالاً كنت بلعب في نادي سبورتينج وفي مدرب قال لليبرو اللي كان بيتلعب معي في النادي أن في تجميع منتخب وهو بيتفرج على ناس عشان فيه بطولة أفرق هو أصلاً ما شافنيش ما يعرفنيش طب حلو جداً من ساعتها كنت بلعب في سبورتينج في سبورتينج فروحت قلت لها خلاص أنا هاجي معايك يا جرب يعني فروحت من أول يوم يعني فيه ناس بتقعد تغرس في الرملة هو ده اللي بولك عليها مش بتعرف يعني بتقع وهي بتجري ما بتقعدش تجري أصلاً بالزبط يعني وحتى الجمب في الرملة صعب جداً طبعاً فيعني أنا من أول يوم رحت يعني كنت بنط عادي وكنت بضرب من على الشبكة فهو المدرب وقتها يعني كان مين بقى كان كابتن أحمد عبدالله تمام ده أول مدرب علمني بيتفولي قال لي أن أنت هتكملي معانا والبنت أصلاً اللي هو كان بعت لها قال لها أنت قصيرة ومش هينفها فأنا بقول لها حضرتك كان صدفة بس بربع عليك يعني أقول لك على حاجة أنت يعني أنا وأنت بتتكلم معايا من عنيك أنت شخص يحب التجربة أو يحب أنا بتكلم حتى عليك وأنت بتحكي عن التجربة دي لأ عليك كلها طاقة وكلها يعني زي ما بيقولوا يعني باشن وأن أنت عايزة تبقي حاجة فيها طيب إحنا لعبنا طيب جيت منين مروة مجدي بقى يعني أنت السنائي بتاعك دايماً في كل حاجة مروة طيب هل مروة بدأت معاك ولا جات متأخر لأ جات متأخر أنا بقى لما بدأت بيتش فولي وبقى يعني الموضوع شهر أكتر لما كمان اتأهلت الأولمبيات ريو 2016 تمام فبقى الناس بقى بدأت تسبت على أن فيه بيتش في مصر وأن إحنا ممكن يعني زي ما هي جربت إحنا كمان نجرب يمكن تيجي معانا زي ما جات معين أنت كنت ترند على فكرة عشان الحجاب آه عشان الحجاب كنت ترند مش في مصر بس ده في العالم كله أيوة كان أول لعبة يعني بيتش فوليبول تبقى محجبة والاتحاد الدولي حتى أشاد بيك يعني كان أنا فاكر أنك هلحطه على الصفحات يعني مش من الرولز بتاعة اللعبة أن أنا ألعب بالحجاب وهم عملوا بصراحة أنا بشكر دكتور عمر علواني جدا على أنه أتحلي الفرصة أن أنا ألعب يعني دكتور عمر علواني كان لي دور كبير وعمالي إكسيكيوز أنا الوحيد أنا أول لعبة ألعب بالحجاب في العالم دي حقيقة والرولز ده هو كان حاطتها لي أنا عشان هو ما فيش حد حصله كده قبل يعني محدش قبل كده تحط في الموقف ده دكتور عمر حاجة جميلة فبصراحة يعني أنا ليه كل الشكر وطبعا والتقدير وده جميل أنا عمري ما هنساها بعدها بقى لقينا فرق كتير في اندونيسيا وبلد بلاد عربية بقوا بيلعبوا وهم محجبين طبعا فهو قتاح الفرصة مش لها بس يعني هو أنا كنت أقول واحدة بس بعد كده ناس كتير قوي بدأت لعبة الانتاشرة خلاص يا باشا اللي أخذي السابق كان النبأ يا باشا غلاص انت كتبت باسمك والتحايد الدولة أشت بيكوا دي صور ليك يا حتى في صلتنا دي طبعا لا احنا لسه مرحناش يا جماعة خلينا في البولي بيتش دلوقتي يا جماعة لسه مرحناش بقى الفتاة الزهب خلينا دلوقتي في الأولمبياد واتأهل الأولمبياد طيب لعبنا وروحنا ريو دي جينيرو قسرنا الدنيا مشاركتنا في دي جينيرو كنت عاملة ازاي فكر الناس أول ماتش لينا كنا بنلعب مع ألمانيا يعني وقتها ألمانيا دي أخذت بطاة الأولمبياد حلو يعني عمل نتائج كويسة جدا احنا كنت أنا عندي 18 سنة ونادى عندها 16 سنة فكنا صغيرين جدا ومش فاهمين يعني احنا في أولمبياد نادا اللي بكتت معاك نادا مش مروا او لا نادا معاو نادا معاو هتلعب دلوقتي في أمريكا في سويسرا ودلوقتي اللي كانت في أمريكا راحت سويسرا او ودلوقتي هتلعب في فرنسا اللي هي أخوت أخت نورة بس نورة بطالت اي انا فاكر كويس انا ما في عملي 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 كده طيب فهي نادا أول واحدة لعبت معايا دي اللي احنا لعبنا مع بعض في ريو 2016 كانت مشاركة يعني زي ما بقول لها حدثة كنا صغيرين قوي فمش فاهمين يعني ايه الناس بتقول انتوا تأهلتوا أوليمبيكس ولقينا ضجة كبيرة قوي فإحنا نفسنا مش فاهمين ومش متخيلين حجم الحاجة الكبيرة قوي اللي احنا موجودين فيها حتى المتابعة وانتوا في البطولة من الميديا والإعلام العالمي انا بقى خرجت حسيت بقى يعني بعد ما شفت السوشيال ميديا انا خرجت حسيت لاقي ده انا في حاجة حدث عالمي حدث كبير قوي انا كنت مستصغرة بس هو حدث كبير قوي علنا فيه ده فيعني خرجت ما مش متخيلة على كم البوست اللي علينا على فيسبوك على انستجرام على تويتر ناس كتير معرفهاش فجأة بقيت حديث الأوليبيات وانا أصلا ما أخدتش ميداليا أصلا الناس اللي بتاخد ميداليات بيقولون يعني احنا اخدنا الميداليا معلناش الاهتمام اللي انت أخدتي بسبب الحجاب احنا عملنا ايه في ديجين اخدنا كام بكرة 19 من 25 من 24 طب كويس يعني برضو كنا في أول مشاركة لينها طلعنا خمسة بوزيشن ده كويس جدا طيب الأوليبيات اللي فاتت توكيو يعني كان لها أحداث مش مش لطيفة خالص معي كورونا ممكن أنا بالأخص الموضوع ده كان مؤثر فيه جدا واخدته تشالنج بيني وبين نفسي اننا مش هبطل بالظبط أنا مش هبطل غير ما كده كده أثبت للناس دي كلها إن أنا كنت تستحق المكان ده في اللي جاي يعني أنا دلوقتي لما تأهلت في باريس الحمد لله أثبت للناس كلها إن اللي فات ده كان حقي وكان حقوقه وكنت اتظلمت في المغرب وكانت خلينا نقول طبعا المغرب دولة شقيقة وإحنا كل حاجة ولكن الرولز وقتها قضت على رياضيين كتير مش الغولي بس تحدي هدخله وأنا كده كده هكسب ما عنديش ان أنا هخسره كده كده هكسبه فيعني يمين شمال أنا كده كده هكسبه وقفت كل حاجة في حياتي أنا كنت متجوزة في نفس يعني والله ما شاء الله جوزت عشرين وعشرين فالأوليمبيكس المفروقة عشرين وعشرين فكد فيه كورونا يعني استنيت لواحد وعشرين أنا قرر رجعت من المغرب يعني بقى وقفت حياتي أنا قلت أنا هركز في الحاجة اللي أنا عايز عاملها دلوقتي ربنا ما يوقع يعني حد قدامك بدي وصل عندك عزيمة قوية جدا لأ قوي يعني أنا رجعت بصراحة برضو كريم كان سبورت لي في الموضوضة جدا أنا رجعت كنت منهارة يعني اللي هو أنا مش مصدقة أن أنا مستنية كل ده عشان يحصل كده بس يعني رب دراتي نفعي أنا عايز أقول لحضرتك وقتها كنت تحزينة جدا وقعدت فترة كبيرة قوي متأثرة جدا جدا أنا بعدها بسنة بقيت ممبر في الاتحاد الدولي وده أول ياخده أي لعيب عربي ومصري وافريقي ممبر في الاتحاد الدولي في الاتحاد الدولي أنا عضوا في لجنة اللعيبة في الاتحاد الدولي لكرة طيرة عضوا في لجنة اللاعبين في الاتحاد ودي حاجة وانت لسه بتلعبي وانا لسه بلعب وده اصلا بوزيشن ما حصلش لأي حد في مصر قبل كده طب بس المرضو ده ما خدش حقه اعلاميا يعني يمكن لا مش يمكن اكيد انا اول مرة اعرف حاجة زي كده انه ما انا متقلش ولا انت كتبت على صفحتك ما في الناس كتير لا كتبت بس الناس كتير ما تعرفش يعني بس دي حاجة انجاز كبير جدا على فكرة والاختيار ده كان من الاتحاد الدولي فيمكن حسيت ان انا يعني ربنا طب طب علي ايقب دي شوية وقال لي يعني كويس ان يعني انا كنت مثلا عايزة لعب الاولمبيات اللي فاتت دي وخلاص يعني اشوف حياتي وكده طب تسمحي لديك نصيحة اتفاض ما تسيبيش موضوع لجنة اللاعبين ده نا ان شاء الله انا في الانتخابات اللي جاي دي ان شاء الله خلي بالك بيبعتولك هم دعاوة احضاري اتباعك وساعات بتبقى اونلاين كونفرنس وحاجات زي كده ايو ايو ده علاق اسمعي كلامي لان ده منصب لمصر مش ليك ايو انا بديك نصيحة ان اي حد فينا انت نجمة كبيرة وعملتي ضجة كبيرة فوجودك في لجنة زي دي هيخدم مصر بشكل كبير وبصراحة اللي كان برضو يعني اللي كان لما الاتحاد الدولي كلمني كان اللي سابورت ليه كان باش مهندس ياسر امر الرئيس الاتحاد بصراحة هو كان يعني انا بيقولي يا بنتي وهو انا بيقولي زي والدي فعلا فبصراحة هو اللي كان سابورت ليه وقال لهم فعلا دي اكتر واحدة تقدر تبقى موجودة في البوزيشن ده وهي فعلا ايقونة لالتحاد المصري كرة الطريفة فهو دايما كان بيحاولي سابورت ليه فانا بشكره طبعا وان شاء الله بإذن الله انا نزل الانتخابات اللي جاية كمان في الاتحاد الدولي اتحاد الدولي اه اتحاد الدولي طب ينفعون تتلعبي؟ ايو ما فيه انتخابات لجنة لعيبة برضو في مصر بي لازم تبطل ما لهاش شروط انك تبقي مبطلة ده حلو جدا انت قريت الستاتيس بتاعتهم كويس؟ ما يعني انا فيها قريدي بس ان شاء الله انا كمان في الانتخابات اللي جاية لمدة اربع سنين ان شاء الله كل السابورت ليك وانا دعمك بشكل كبير وقبل الانتخابات ان شاء الله هي انتخابات امتا؟ اه في يعني بعد باريس ان شاء الله يعني شهر 9 او 10 اه كانت المفروض تبقى في باريس بس يعني الفوتس تبقى في باريس بس هما قالوا ان هما مش عايزين اللعيبة كتير ممكن ما ينتخبوش وكده بسبب ان هما بيبقوا مركزين في الكمبيتشن بتاعتهم فهتبقى بعد ان شاء الله بس سقت مع دكتور قشف صبحي؟ لازم نصيحة ما اعتقدش ان هو يعرف بس مع الاتحاد المصري عندي مع الاتحاد المصري ولازم من خلال دكتور قشف صبحي طبعا دي صور كمي كتير ليك اثناء مشاكلتك مع النادي الاهلي ومنتخب مصر بس خلنا اقولك ان مهم جدا ان تنصيك مع الدولة المصرية ومثالة في الدكتور قشف صبحي بديك نصيحة الهواء يعني ولازم تأخذ خبرات من سبقك يعني ممكن دكتور حسن مصطفى يقول ليه برضو كلمة مهند السياس الأمر ممكن يكون هو الكي بيرسون اللي هو يفتح لك الابواب دي لأنه يبقى لينا شانلز ولينا كدولة مصرية ان احنا نساعد كوادرنا في كل حد فانا بديك نصيحة الهواء ان انت محتاجة طبعا دعم ويريت الدكتور قشف صبحي بيسمعنا يعني بالعكس انت نموذك وايكونة فعلا للفتاة المصرية يعني انت حتى شكلك بلبسك بحجابك انت النهاردة بتمثلي فعلا للفتاة المصرية يعني انا بأمانة يعني لو انا بحط شكل او بحط هيئة شكله مضمون الاتنين خلي بالك انا ما اتكلمش باشي على الشكل لا انا بتكلم عن شكله مضمون فهو انت ايكونة للفتاة المصرية اللي لازم تمثل المصر لا لا دي حقيقة اتمنالك طبعا كل التوفيق ودي حاجة اسعدتني جدا جدا لنزولك الانتخابات ودي حاجة مفاجأة حصرية لينا انها دعاء الغباشي ستاخد انتخابات مجلس ادارة لجنة اللعيبة لجنة اللعيبة هناك لجانب الانتخاب لجنة اللاعبين في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ودي حاجة هي عضو فيها ولكن هيتخش الانتخابات عشان تستمر فيها بالعضوية ودي حاجة جدا تشرفنا ودي حاجة دعم كبير جدا مننا اللي انت عايزها احنا شكرا جدا يعني برضو انا عوضو في لجنة اللعيبة في اللجنة اللعيبة المصرية حلو ده طبيعي ايما انت هناك هتبقى هنا على طول يعني انا بس انا تعينت في الصراحة متفعلك في لجنة اللعيبة المصرية مش متفعلك يعني مؤخرا بقى فيه مهندس سياسة ادريس فعل احنا من قبل مهندس سياسة بس بصراحة يعني هما بياخدوا رأينا في كل حاجة حتى اللبس بتاع توكيو كنا احنا اللي عاملين مسابقة زي بس احنا عايزين اكتر من اللبس كمان يعني الصلاحيات دي بش بتبقى لنا قوي بصراحة بس يعني بصراحة يعني مهندس شريف العريان بصراحة راجل جميل جدا هو بيحاول زقنا بأي طريقة فهو بيحاول زقنا بصراحة في اي حاجة بالزبط يعني بتحب تتكلم معي بصراحة طبعا شايف العريان حاجة فهمة جدا وحاجة جميلة طيب نرجع بقى ل مشوارنا تاني عندنا المشاركة اللي جاية ان شاء الله في باريس عشرين اربعة وعشرين الشهر القادم مش كده ومعنا البرازيل وايطاليا واسبانيا بسم الله ما شاء الله مجموعنا اول عالم يعني انتوا ما شاء الله يعني بتعتبر اكوى اول دايما بيبقى يعني افريقيا بياخدوا الفرق الصعبة طبعا لان انت تصنيف متأخر بس خلينا اتكلم عن التأهل احنا تأهلنا ازاي ولعبنا ناجيرة في الفينال ازاي من شهر واحد كنا في الرنج بتاعنا متين سبعة واربعين شهر واحد عشرين اربعة عشرين متين سبعة واربعين تمام احنا دلوقتي الرنج بتاعنا اتنين وستين ما شاء الله قفزة كبيرة جدا النهاردة بنتكلم عن اول مست مية وتمانين مركز فيعني ده بصراحة انجاز ما افتكرش انه حصل قبل كده ان احنا نبقى في يعني في التوب هندرد فده يعني انجاز اتصور ان انتوا مست على مستوى العالم ودي لازم يبقى لها جائزة يعني مش قوي كده بس هو في الاتحاد الدولي هو عامل حاجة اسمها التوب سكستين استنادي بقول التوب ايتين دول بيتأهلوا مش من القارات يعني مش بيستنوا اصلا نتيجة بطولة افريقيا عشان يتأهلوا احنا لو لعبنا بطولات كتير في افريقيا نقط افريقيا كتير يعني لعبت بطولة اللي هي العلعاب الافريقية بجمع نقاط اكتر فبتروح اخدت 800 نقطة في العلعاب الافريقية فانا لو لعبت كذا بطولة في السنة انتو محتش العب افريقيا رحت اخدنا اول ايو اخد 800 نقطة 800 نقطة ده اول فده رقم كبير يعني ممكن نبقى نتأهل عن طريق التوب مش الكارات بس الموضوع بيحتاج بصراحة يعني مجود كبير وفلو الصرف صراحة اه بس يعني على فكرة انا عايز اقول لحداك على حاجة البيتش وولي لعبة مربحة جدا يعني بطولة العالم الاول في بطولة العالم بياخد 36000 دولار رقم برضو يعني هو رقم مش كبير يصرف عليه يعني تصرف على نفسك بس لو قررناها مثلا بلعبة زي السكواش لا السكواش ارقمها ماشي بس يعني قصدي ان هي ممكن اللي تجيبه تصرف على نفسك فيه انا فاهم اصدك ان انت بس هو هو بصرف النظر عن الجين اللي بتجيبه اللعبة انت النهاردة عايز سمعة مصر بالضبط يعني بصرف النظر بتتكلمي برضو كفينانشال ويز وده حاجة كويسة انت تفكر الفكرة ده عشان انت دخلت في الجانب من سنك الزغير فانت بصر برضو للجانب المالي او جانب الاقتصادي ده كويس ولكن النهاردة مصر مش بتفكر كده او يعني المسؤولين بيفكروا اهم حاجة هي سمعة مصر طبع طيب خلينا نقول ان احنا اتأهلنا بعد ما كسدنا ناجيرة 2-1 صح؟ طيب وروحنا دلوقتي راحين اليابان هل سوريا راحين باريس 20-24 هل تعملوكو اي برنامج اعداد ولا على الله حكايتنا بصراحة يعني انا رحتكلمت مع كابتان حسن المدير التنفيذي حد الطايرة ايوة القائم بعمل المدير التنفيذي ايوة اتكلمت هو من يعني اول ما رجعنا من المغرب عدت بالضبط يعني رجعنا يوم 24 رحتلو يوم 1-7 24 كم؟ 24-6 تمام فاللي هو اخدنا اجازة بالضبط 5 ايام اه قال كمان رحت له كابتان حسن هو بصراحة تكلمني وقال لي تعالي انتو الفترة اللي جاية دي محتاجين ايه المدرب اللي معانا اجنبي اسمه كابتان نيكولو انجلو ده جزيتو ايطالي ايطالي تمام فبصراحة هو تكلم معي هو الاول يعني بيناقش معانا احنا بعد كده احنا بنوصل المدرب احنا بنفهم المدرب ونوصل اللي كابتان حسن انتو فترة اللي جاية دي محتاجين ايه طولوا الله يا كابتان حسن احنا الفترة اللي جاية دي محتاجين ان احنا نلعب في رملة زي اللي هنلعب عليها هناك بمواصفات نفس اللي هنلعب عليها احنا هنا مواصفات الرملة بتختلف طبعا يعني احنا دلوقتي بنلعب في رملة نيدي المقاولين رملة خفيفة شوية خفيفة شوية ويعني مثلا من 3 أيام روحت لقيت أطفال فيه الرملة بتترشع عشان بتبقى سخنة جدا فيه أطفال سابوا الملعب فيه ميا فالملعب بقى فيه ميا كتير فالرملة دي بقت محجرة في الأرض فما بقتش رملة زي الأول يعني بتنط كأنك بتلعب على أرض نروح إحنا بقى أي بطولة لا يسعوبة يعني بطولة أوفشل نطلع شرب الشيخ إحنا عندنا هنا شواطئ العالم كله بيحسدنا عليها وإنت كمان عايز رملة وهوى جديد بالضبط يعني إحنا في المغرب إحنا أول يومين كان هوا مش طبيعي إحنا كنا بنلعب الكرة يمين باللقاء الكرة راح تشمله وحدها ده مشكلة تانية دي فبالضبط فإحنا محتاجين نلعب على نفس الأجواء بالضبط فاتكلمت مع كبتان حاسم بصراحة هو من نفسه قال لي شوف أنت عايزة إيه وإحنا هنوفاره وإحنا كاتحاد مش هنقصر معاكم حاجة طبي إنت عايزة إنت قلت عايزة اتمرن في قلت له هو بصراحة المدرب كان عايز إن هو إن إحنا نعمل معذكر في إيطاليا كابتان حسن كان عنده وجهة نظر تانية بس يعني أنا شايفة إن هي أحسن بكتير إن إحنا نروح أصلاً باريس نتمرن على الملعب اللي هنلعب عليها طب أوكي وعلى فكرة البادجيت مش كبير هدو اتنين لعبات خالص لا لا خالص وكده كده إحنا هنبقى في القرية الأولمبية فمش هيبقى فيه بادجيت أصلاً ممكن تروح بادري شوية بالضبط ما هو بقى أتكلم في كده يعني حتى بصراحة قلت له هل في خطوات اتخذت في كده أم لا؟ وأنا قاعدة أتكلم حد من اللجنة الأولمبية وقال له يعني التأشيرات بتاعتنا فيها مشكلة قال له لا لا خالص البنات تمام والرجال تمام والحقيقة دي فكرة جيدة جداً يعني سواء من منك أو من كابتن حسن عابد ونتمنى إن شاء الله نتنفذ يا رب إن شاء الله بإذن الله بارك لك على يعني طبعاً نتمنى مديلية ولكن خلينا نكونوا واقعيين يعني هتبقى صعبة جداً لكن نتمنى نتحققوا مركز أبدو المتسعتاشر بإذن الله ويبقى ردي كمان منك للعالم كله ان احنا تظلمنا ان احنا مشاركناش في توكيو 2020 خلينا نروح بقى للجناح الثاني وهو فتاة الزهب بيتي اه بيتك بقى بيتك النادي الأهلي والموسم كبير جداً عملنا السنة دي وكانت بداية تحدي السنة الفاتي كان عندنا دروب كبير خدنا الدوري وخسرنا الكاس ومشاركنا عش بطوط أفريقيا السنة الفاتي ولكن السنة دي كان عندنا أربع بطولات خمسة خمس بطولات لا خلينا افتكرهم مع بعض كان عندنا أربع دوري وكاس وأفريقيا وسوبر مصري في حاجة تانية؟ طيب ماشي أنا كده أربع معروف أن حمله عالي جداً في التدريب تقييمك إيه للموسم؟ تقييمك إيه بعد نهاية الموسم؟ في الموسم إحنا كنا نبدئينه بأحلام كبيرة جداً وهو انتهى بموسم تاريخي يعني ولكن يعني تقييمك إيه؟ راضيين عن نفسكو كفرقة شايفين ده بداية ولا نهاية يعني تكلميني عن وجهة نظرك كلاعبة من نجمات الفريق يعني بمص بصراحة إينا لو أتكلم عن الموسم هو كان موسم صعب في كل حاجة نفسياً وجسدياً يعني إحنا تعبنا وكنا نستحق إن الموسم ده يبقى من أول والآخر بتاعنا نعم إحنا طول السنة كل واحد فينا عندها أي حاجة بتأثر في الحاجة اللي عندها دي عشان الفولي كل واحد سايب وراه حاجات كتير قوي إحنا طول السنة يعتبر معسكرين نعم فيعني أنا هقول إن إحنا ده موسم ناجح بس كنا محتاجين إن إحنا نكافئ نفسنا بأفريقيا دي كانت مكافئة نحنا كلعيبة لنفسنا يعني إنتو كنتم ناجح بس إنتو عايزين مكافئة بأ يعني إحنا دلوقتي كسبنا كل حاجة عايزين ناخد المكافئة المكافئة بتاعتنا كانت أفريقيا يعني والله مش عايزة أقول لحضرتك إحنا بجد تعبنا إزاي واضح وبينوا عشرة يعني يمكن أنا من اللعيبة اللي ما خرقت شوالة ماتش في بطولة أفريقيا سهل صعب يعني أنا دايما كنت عايزة يعني أنا عندي مشكلة إن أنا بحس بنفسي كتير جدا واضح يعني أنا دلوقتي بتمرن في المنتخب يعني مثلا كريم أنا هنزل طب بقولك إيه أنا كده اتمرنت النهاردة كويس لأ طب أنا ممكن بعد ما خلص نقره حجري أي أنا بحس إن أنا مقصرة حتى لو الناس اللي حوالي شايفة لأ إن أنت كده عملت تابرينة كويسة فكفية كده بس دي أول خطوات النجاح اللي أنت بتودي أول أهم حاجة في النجاح بس ممكن ممكن وقتها باجي على نفسي في حاجات تانية يعني أنا ممكن أنا بقى تعبينة ومش قادرة بس أنا من جوايا لأ اتعبي عشان ربنا يديكي أنا بقى ماشية بالمبدأ ده يعني مثلا كان كابتن إبراهيم ممكن يقولي الصبحة اللي لعبه الستة اللي لعبه مبارح ما ينزلوش تابرين الصبحة قولوا لي لا 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 أنا هنزل الصبح أنا هنزل مع حضركة مرّا حتى لو هلعب إرسال حتى لو هستقبل فأنا كنت من الناس دي يعني فيه وقت من الأوقات يعني مش لازم أبقى قوي كده يعني عشان أنا جسمي لي حق علي صح فأنا يعني وقتها يعني كابتن كان خلاص أنت عايزة تنزلي خلاص نزلي واستقبلي وعملي طبعا مش هيقولك لا بالزبط فكنت أنا من الناس دي فكان أنا يعني أنا كان نفسي بجد على كل التعب اللي أنا تعبته إن ربنا يكرمني ونتوك كلنا ببطولة أفريقيا وبالأخص كمان إن هي كتت عندنا في النادي فيمكن دي كانت أسوأ حلقة في الموسم السنية دي إن إحنا ما كسبناش أفريقيا ويعني خليه كل الناس عارفة إن محدش فينا أسر أو لو حصل أي دروب بيبقى غصبا عن اللاعب يعني هو كفاية اللوم اللي إحنا جبناه على نفسنا يعني أنا عدت مثلا فترة بتاع 3 أسابيع أنا يعني كنت أفلى على نفسي تماما وبراجع نفسي أنا تفرجت على الماتش مثلا بتاع 6 مرات اللي هو درجة إن كريم أخد مني الموبايل ما بقيت شمسة موبايلات بسبب الحالة اللي أنا كنت دخل عليها بسبب كم الهجوم وحاجات كتير قوي بس يعني إوعى حدي يفتكر إن ممكن واحدة فينا تبقى أسرت في حاجة أو عايزة تأسر أو عايزة تأسر أو أصدها تأسر ما إحنا كلنا أنا قبل الماتش ده يعني في معانا المعد النفسي بتاعنا كانت دكتور نادا أنا قبل الماتش ده أول ما دخلت من باب اللوكر قلت لهم دخلت الصلاة وبعد كده لقيت ناس كتير قوي خرجت قلت لهم جماعة بالله عليكم من روح الناس دي مقصور خطرها والله أنا أول حاجة قلتها لو أنا كنت كتبة كده على لوحة كده في اللوكر جوه يا رب ما نكسرش بخطر جمهورنا نوعي أنت بتدمعي عشان ده حقيقي بجد إحنا أكيد ما كانش نفسينا إن إحنا نكسر بخطر الجمهور ونزعله هم أول دا عملينا بس فيه وقت من الأوقات يعني ما بيبقاش حد قصد إن هو يقصر أو ممكن حد يفتكر إن فيه شخص أثر أو ما عملش اللي عليه أو يعني تخازل لأ هو بتبقى حاجات بتحصل فجأة يعني أنت نفسك لما بتجي تتفرج بعد كده بتقول أنا إزاي عملت كده أنا إزاي في اللحظة دي كان لازم يمسك نفسي عن كده فأنتبت أنت الشخص اللي جواك بيكلم نفسه كتير جدا فهو كمان بأم يعني بيلاقي الناس كمان بيتكلموا مع كلام نفسه فالواحد بيخش في صراعات رهيبة يعني تسمحي لي حقيقي لأنه أنا لما قلت لك قيم الموسم أنت ما قيمتيش البطولة اللي كسبتها أنا سايب تكملي كلامك وما تعتكيش لأن أنت بدأت بالخسارة وبدأت بالخطوة اللي إحنا ما توفقناش فيها ويعني عينك دمعت لأن أنت اتكلمت أن أنت كنت هدفك أن أنت متخليش الناس تمشي زعلان يعني أنت كان هدفك الأساسي أن إسعاد الناس إسعاد الناس وإسعاد الجمهور اللي كانت فأرض الملعب وصدقين ده واصل الجمهور وإحنا حتى كنا أستاذي الأبطال أو بنامج الأبطال عمرنا ملومنا عليكم في خسارة أفريقيا بالعكس إحنا شايفين ده هو ده الرياضة وده لازم نتقبل الجزء يعني حتى إحنا عايزة أقول لحضرتك يعني الشوت الخامس حتى لو إحنا ملعبناش فيه خلص 15-13 يعني مش فرق هو ظروف حصلت أنت مش فاهم إيه اللي حصل بس بدي حقيقة يعني إنت قصلا كنت بتحتفل بالمطش فجأة المطش تقلب فيعني دي حاجة برضو تعلمنا في اللي جاي إن إحنا ما نحتفلش غير مع صفارتك بس أنا أنا بقول إن إنتوا محتفلتوش أوي برضو مش إحنا مش إحنا كلعيبة والله إحنا مش كلعيبة خالص يعني إحنا أصلا لقينا الناس بتقول إن إحنا كنا بنحتفل قبل المطش ما يخل إحنا كلعيبة والله ما حتفلتوش أنا بقول لك بس هو حصل عدم توفيق أو يمكن يعني دايما أنا بحب إيه أحلل الحاجات كده ممكن ربنا عمل الحاجة دي عشان مثلا ممكن كتحاجة غلط وربنا عايزها تتصلح أو عشان الناس معينة ما تفتكرش إن هي ماشية صح فبالزبط مية في المية فالدوس في اللي هي ماشية فيه بالزبط لأ كلامك مليون في المية صح وخلي بالك ده برضو حاجة تساعدني إن أنا كواحد أهلاوي بأسيبك إن أنا مقدم يعني برنامج الأبطال ولكن أنا تساعدني وتطمن على الفرقة لما لقى النجمات هزيك إنهم حاسين بالمسؤولية ناس أو لعبات حاسين بالجمهور قبل ما يحسوا بنفسهم طلقتوا بصيتوا شفت الجمهور قلتوا لأ مش عايزين الجمهور ده يخسر الحقيقة حاجة زي كده يعني تساعدني وتطمنني إن فرقة النادي الأهل بخير وإن فادية تذهب دايماً هتفضل كالعادة في المكان اللي تستحقه الحقيقة دعاء الوقت مر بسرعة جداً وأنا سعيد جداً بيكي وساعدت جداً بوجودك والروح والانتمالاتيها الحقيقة في الستوديو كله أتمنى لك كل التوفيق في بطولة الأولمبيات وإن شاء الله هنتابعك وإن شاء الله قسر الدنيا وتبقى تريند جانب إن شاء الله وأتمنى لك موسم جاي كمان مع نادي الأهل جاي جداً في فتاة الزهب نورتينه وانشرفتينه دعاء شكراً جداً لحضرتك متشكرة جداً وقبل ما أختم برضه أتمنى لك كل التوفيق في انتخابات اتحاد الدولي في لجنة شؤون العديد إن شاء الله بإذن الله بعد مكسب هبقى مع حضرتك كنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله معتز لعب الوتربول واللي حصل على مركز التاسع مع منتخب مصر الوتربول هنتكلم مع عن المركز وزايد حقق وقصة المدينة البرونزية اللي خدناها وإحنا في المركز التاسع كل ده بعد الفصل أهلاً بحضراتكم من جديد ومكملين حلقاتنا النهاردة الأبطال وضفنا النهاردة هو اللاعب الشاب الناشئ طمام ويد 2008 يوسف معتز الحقيقة في حاجة حصلت على الهوى قبل الهوى على طول وأنا فجئت بها والله العظيم أنا ما كنت أعرفه صدقاً يعني أستاذ سمير دخل لي وكلموني في الإيربيس وقالوا لي إنه يوسف يبقى مين جده جده الكابتن الكبير ونجمى النادي الأهلي وكابتن نادي الأهلي السابق كابتن ماهر همام أهلاً بك يوسف ولو تاخدوا بالكوا نفس الشكل أنت نفس الشكل جدك بالزبط والله يعني أنا لما قالوا لي ما استغربتش أنت نفس الشكل نفس طول نفس سمر البشرة نفس حتى الحلقة يعني لو جدنا صورة جده وهو صغير هتلاقيك نفس الشكل وزا ما بيقوله يعني ابن الوز عوام ده ابن ابن بقى الوز عوام ما شاء الله نجم كبير واباك يعني من أحد الضيوف الدائمين عندنا في قاتل الأهلي وأحد النجوم اللي مش بحتاجين نتكلم عنه تاريخ كبير جداً لكابتن ماهر همام نرجع بقى لووتربول أنت بالعب تابع منتخب مصر للشباب صح؟ نابت تمام وانت موليد 2008 وانت اللعب الوحيد نادلة وانت الباك انت تلعب باك ايه قصة البرونزي ازاي ناخد تاسع وناخد مداليا برونزي اشرحها لي كده واحدة باحدة بقى أول حاجة احنا خدنا 11 11 11 11 يا سيدي قولي بقى ده من باب قدع ازاي خدنا البرونزي اه ايه كانت بطولة من 32 فرقة او منتخب يعني بشكل اصح منتخب وكانت فين؟ في مالطة امال كان فيه يعني مجموعتين لو هأي احنا بنتقهل مجموعتين مفيش مش مجموعة بس اللي هو اول وتاني وتالت لا اول وتاني والتالت اللغة nice 10 دي كده مجموعه مجموعه وآЛ passa biot bar con l хар الانا في المجموعه الثانيه خدنا ثالث خدتوا كم؟ ثالث ثالث ثلث على المجموعه الثاني ده كده صعب قوي خدتوا الثالث على المجموعه الثانيه و resurrected بتاخده برونز على طول؟ اه برونز طيب سؤال بس انت خدت ثالث على المجموعة طب وصلت ال 11 ازاي؟ وصلت ال 11 ازاي؟ ما هي نفس الحواد؟ لا واحدة واحدة انت مجموعة من 11 فرقة صح؟ انت 32 مجموعة من 16 و مجموعة من 16 صح؟ لعبتوا مطششات كتيرة لعبتوا كل الفرق ولا فرق أولا؟ لعبا مش كل الفرق خدتوا ثالث على 16 في المجموعة طب ما انت كده تاخد الثالث بقى بتاخدش ال 11؟ تلات عالام الحضاشة العالم خط الحضاشة بس كان خط 3 في المجموعة فتا تاخد برونز الطب 3 في المجموعة الاولى ياخد برونز بردو 3 في المجموعة الاولى بردو ياخد برونز عشان كده ده نظام غريبي اول بس اولا خليني اقول سيبك من النظام ده لا مفيقش معاي انفرق ما ان احنا 16 فرق اخدنا عليها ثالث كسبنا مين كسبنا فرق كتير كسبنا سولوفانيا المانيا نعم كم جد والله نخسرنا من فرع الكبار اللي هم بقالهم فترة قام بيلعبوا لونان؟ لا لونان ملعدناش مونتنيجرو كرواتيا كرواتيا وبرضو احنا كويسين احنا مستوانا كويس جدا يعني انت بشيت معهم ايكوال جيم في المواطن لا مش ايكوال مونتنيجرو ممشناش مع ايكو كرواتيا مش مع ايكو الفرق ان هم دول واخدين منتخبات بقالهم كتير بيلعبوا بطلاب بقالهم كتير انتو اول احتكاك ليك دي اول مرة وده مستوى حلو عمتنا احنا دخلنا التاريخ اللي احنا عملنا ده محدش مفيش اول بطول الكباس على ما عملوا فيها كده مبرافو علي الكلام انا اقيد كلامك طيب المهندس سيد ادريس رئيس الاتحاد قابلكو بعد مرجعتو؟ قابلكو بعد مرجعتو؟ قابلكو ايه؟ قابلكو ايه؟ كان طبعا كان بيدعمنا شكل كبير وكل كبات المنتخب وهو مصدر اساس لينا طيب وكابتن والي عزة قابلك رئيس جاة عزة العامل الان؟ ده كابتن اليوم خرع على جبير كابتن والي عزة وكابتن محمود حسن كابتن والي رئيس جهاز العامل ماء وكابتن والي رئيس جهاز كرة الماء ورجعت نادي الاهلي يعني كرموك ودولك مكافحة طيب وانت لعبت المطشاط البطولة كلها؟ لعبت المطشاط البطولة كلها يعني كنت مؤثر الله اكبر ربنا يحفظه طبع هتطلع لبين؟ هتطلع لجدك طبعا اللي بنقدم له كل التحية كابتن مهار همام الحقيقة يعني اكيد طب انت كرمت تبع كابتن مهار فيه؟ كابتن مهار بيتابعت فيه؟ وهل هو متابعت؟ بيتابعني في كل حاجة هو اصلا بيدعمني في الرياضة عم متى كابتن مهار؟ واني هو بيديني اساسيات الرياضة قالك ايه مثل انت 2008 لسه صغير الله اكبر قالك ايه مثلت؟ طبعا لا لازم هتمرن جامد ولازم تبرين ده حاجة اساسية وطبعا اكل كويس ونوم كويس وكل حاجة بالذات فترة البطولة دي كانو خدني وقاب بيتكلم معي هو اكتر راح كان بيدعمني في حر الرياضة ده لانه هو اكتر راح يتفهم في العيلة عن الرياضة ما شاء الله فكان بيدعمني جامد في حر الرياضة طيب انت في سنة كان في الدراسة؟ نا في السنة تانية سنة ودخل تلت سنة ما شاء الله طيب انت بتقول ان هو كان بيقولت مره جامد اكل كويس انا مكويس انت لك اخوات رياضيين تانين؟ دي اخوة تعالي وعمر اصغر اصغر بلعب ووتر بولو كرة يد انتو ما شاء الله يعني كابتن ماهر نجم كرة القدم وانت ووتر بولو واخوك اسمه ايه؟ علي وعمر علي وعمر بلعبو يد مفيش حد جنباز مفيش حد كراتي يعني ما شاء الله منتشرين في النادي الاهلي وفي النادي الهي طبع موليك كم هم اخواتك زواري في الهداشة ده لسه تغنانين يعني بس ماشيين كويس ان شاء الله توقع هم ما شاء الله لقى الشابك كبير بص يا جماعة ده يا كابتن ماهر همم وفي شباب ولقى هتولي السورة هنا منتمين لها لي بعيدة يا جماعة هتولي السورة جنبينية لجال اقعد اقعد اجيب الشكل بالزبط انا قعد اقعد اقوم استني السورة هتوها لي هنا yellah ايوا ايوا اهو طب اللاه عليكو يا جماعة اهو لو 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 بص الك Sangتير ول fragядي تكون كبتن ماهر همم نفس الشكل يا جماعة انت نقص بس ايه؟ تكبر شعرك تبقى زي كابتن مهر هممان ما شاء الله نفس الشكل لا استنوا شوية يا جماعة معلش والنابل لا يخليكم كابتن مهر همم دي صورة عظيمة ليه في استاد القاهرة وطبعا يعني نجم النادي الاهل ومنتخب مصر وحدوتة كبيرة جدا كابتن مهر همم فالنهار ده ما شاء الله يعني يحفيده يوسف معتز ينجح ونفس الشكل ونفس كل حاجة ما شاء الله ما فكرتش تعب كلها يوسف فكرت بس مش هي اللي تنسبني مش حاسس نفسك طب كابتن مهر ما حاولش يضغط عليك يقول لك في العب لا لا بالعكس كل سبيل برحتي بس ما حاجة لنا أبقى اختاري اللي أنا عايزه هو قال لك كده واسبنا للاختار ما شاء الله وحبيتنا حبيت الوتربول حبيتنا أنا الأول كنت أطوران سباحة من وانا صغير من وانا عن ثلاث سنين وانا سباحة بغاية ما لقيتها يعني زيت الصراحة منها شوية وكان بسين اللي جنبنا على طول كنت أطوران في ديت نص كان فيه وتربول فأنا اللي روحت الوحدي سألت عايزة اختبر عايزة انزل عايزة اجرب اللعبة دي واختورت كان عشر سنين وانت قبلت الحمد لله كملت واقع كابتن نور وكابتن سايد ما شاء الله يعني انت اللي بخدت قرارك بنفسك انت عاست لعب وتربول يمكن ليه عشان الوتربول فيه احتكاك اه فيه احتكاك السباح انت بتحدى نفسك سهلا فانت مليت منها يعني ايش عامل رائع جاي انما الوتربولو فيه ذاق وفيه ضرب فيه احتكاك فيه لعب كورة وفيه كل حاجة طيب يعني شايف اصعب حاجة في الوتربولو ايه ايه الصعبات اللي قابلتك في الوتربولو الصعبات قابلتني اه يعني هل مثلا اللعبة عنيفة دعبة عنيفة كونك محتاج تبقى على وش المياه طول الوقت والعجلة وان انت بتتنقل من انت عجلة وبتزقل ان انت بتجري سفرينت في المياه عشان تلحق كده كده لازم يبقى عنده جزء فيزيكال فيزيكال بتاعك يكون عالي لو العوم فيتنس كل ده بتتمرن انت بتخش البطولة تتمرن بس في المياه لا في فيتنس في جيم لازم تتمرن لان تكون نفس محتاج نفس جوان المياه انت بتكون رايح 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 محتاج نفس محتاج قوة قوة بدنية لعبة بتاع ببره دي اقسمها فرقة عنك واقوى فانت عشان تحتاج كمعهم محتاج تابرين كويس وده الحمد لله مالنا في النادي وفي المنتخب كملنا عليه مين بمرقب المنتخب هايش في المنتخب كابتن أشرف منصور ومسعد كابتن جمال كابتن جمال اه وفيبقى كابتن مادي وكابتن طريق الغمر طب هل فيه اتجاه انه يحافظوا على المنتخب ده يعني فيه اتجاه انه يحافظوا عليك وانتوا تلعبوا تبدالوا يطلعوا معاك ولو تلعبوا منتخب مصر الكبير سمعت حاجة زي كده أن هم عايزين يدعموك ويفضل المنتخب ده زي ما يقولوا نواية أو نواية لمنتخب مصر كبير سمعت ده طبعا وبيدعمونا جدا وهم واسكين فينا هذي الفكرة ومبسوطين وبيحبونا يعني بيحبوا المنتخب الفريدة انتو كاموا لعيب في المنتخب وكنا الأول اتخذنا 77 لعب كنت قاموا طبعا في الأول بيبقى تجمع لا اللي سافر كامل اللي سافر 15 واحد يعني انتو النواة لما ترجعوا بقى تبقوا 60 تبقوا 50 كنت فرحان؟ اه طبعا قولي بقى قولي لا احكي لي بقى عن اللقطة دي لما هم اعلنوا 15 اسم أو الجهاز الإداري اعلنوا وحطوا على الجنوب نعم معلوش 15 عطول الأول يعني تصفينها بقى تلاتة وثلاثين تلاتة وثلاثين لقيتوا داخل التمرينة ومسكني بيقولي بيقولي للفريق اللي أنا بقى كابتر الفريق انت كمان كابتر الفريق؟ فالله هو أكبر في اسم الله ما شاء الله طب ليه؟ ليه اختارك؟ انه شايفني اول حاجة يعني فرقة حباني مش اللي هو مش بيضايق حد ولا كده انا حبيتك وانا عدين باندر والله هو أكبر عليك يعني وقدر اللي لا سيطر على الفريق وفي حاجة قدر سيطر على الفريق وكلهم بيحبوه والحمد لله يعني طب انت مشافش ان انت من اكتر لعيب التزام انت منتزم؟ اه طبعا كنت منتزم وبتمرن جابت بشكل منتزم كنت مغيبش طب لما قالك وانت تلاتة وتلاتين لعيب انت كابتن فريق طمنت ان انت متاخد؟ لا ربو عليك او مش طمنت بس كان عندي عزيمة اكتر يعني اللي عندي الحرقة اكتر اللي انا كابتن فريق فالناس كلها شايفاني فمنفعش برضو لو اعمل حاجة اطمرن بهدوء او كده لازم اطمرن جاب عشان ما حدش يشوفني ويقول طب بص ده بيتدلع طبعا بقولك يا يوسف انت واخد جينات جدك بالزبط انا كان ليه الشرف يا جماعة ان انا عملت لقاء مع كابتن ماهر همام في رمضان لو تفتكروا واتكلمت معاه وانا كنت مهتم بالتفاصيل لما كان بيتمرن بالبلونة وكابتن ماهر بيتفرج عليها وابفكر كابتن ماهر كابتن ماهر فاكر لما قلتلي البلونة لما كنت بتعلقها من فوق وطوة تتمر عليها عشان كانت البلونة بتقلق على الموضوع ده وكان فيه بلونة بيتمرن بيها عشان يقبلونها تقيلة ولما يلعب بالهد يبقى عنده ريفليكت بالهد أسرع حاجة زي كده حكهالي انت واخد جينات جدك بالزبط الله اكبر انا حاورته وحاورتك يعني انت بتتكلم ان هو ان انت ملتزم وان انت اللعبة بتحبك وان انت اشخاصية قيادية فالتلاتة دول هم شافوهم فيك الجاذب فاني يخلوك كابتن فريق الحمد لله الكلام ده مخلكش ترجع الورق وتقول لا انا متاخد ده انت قلت ده انا بازلت مجدد أكتر وخدتها تحدي طبعا الله اكبر عليك ما شاء الله طيب نفسك في ايه بتحلم في ايه في الوتربول نفسي في ايه انا اكمل والعب لدرجة العومي الفيرس تيم في النادي وطبعا لا تساعد في المنتخب ونفسي اللي انا كمل والعب بطولات تاني في المنتخب وبطولات في النادي وكمل مش يعني طيب بتفكر في السفر مثلا الاحتراب برا بتفكر تروح جامعة برا تروح اي حاجة تكمل طريقة برا طبعا نفسي احترف برا النادي اخدني مثلا من برا واحترف شايف ده صعب ولا بالنسبة لك محتاج مش صعب هو صعب لكن مش هو استحيل صعب محتاج اتعب عليه محتاج جهد لكن مش اللي هو مستحيل ويكفي ان المسؤولين عن السباحة في النادي الاهل الرئيس جهاز طبعا العاب الماء كابتل والعزة وكابتل واليد عزة اللي اتنين شايفين فيك مشروع حد كويس فهم مقدرين ده فانت اكيد ده يعني لما يبقى رؤي حكم الناس عليك او حكم المسؤولين عليك عن اللعبة شايفينك كده يبقى انت عندك ده بتحب الفتنس يعني تميل الفتنس دايما تقيل او ده متقيل على اللعبة انت بتحب تميل الفتنس بحبه او يعني بتلزز بالتعب فعلا على رأيك بترقشف منصور بات المنتخب فعلا يعني تعب مش اللي هو تعب لأ خلاص مش عايز اتمر لأ انا عايز يعني بحب التعب ده بحب اللي انت اتشتغل بحب اللي اتشتغل طيب فاكر فاكر احلى ماتش اللي عبتوا بكاسي العلامي احلى ماتش اللي عبتوا الماني اخر ماتش لان احنا كنا متعدلين وكاد خلاص اخر كرة المن بتاعي اللي هو الفرود خد الكرة الكرة نزلت له خدها وكنا خلاص هيشوتها في الجون وانا رفعت بلوك عملتول بلوك اه دي دي اكتر حاجة يعني فاكرها كنا متعدلين طيب الكرة دي فرقت في حاجة روح نحطينا جوني احنا لا بس خلاص الماتش تاعدل لا لعبنا في الانتيات واحنا الحمد لله اكسب اه طيب يعني انت شايف يعني انت حسيت الماتش المانيا ده انت احسن حاجة عملتها طيب انتو انتو لما لعبتوا الفرق وشافوا مستقه كده كانت مفاجأة ليهم من المنتخب مصر ما بيشاركش اصلا كلمت مع لعيبة اجانب كلمت مع لعيبة في متخبات اخرى هموا فاخرين يعني حشوانك وما دخلناش اي بطول يا دي اول بطول انتخشها ربنا احفظك يوسف وانا الحقيقة يعني بناشد طبعا مهندس سياسي ريدريس رئيس رجل الانبالة مصرية وايدنا رئيس اتحاد السباح انه يحافظ على الجيل ده نفسنا نشوف منتخب ووتر بولو قوي ودول حيئة اثبات وجودهم اللعبة دي رجالة نتمنى طبعا الحفاظ عليهم ودعمهم اكتر نقطع لفاصل اعزائي المشاهدين ويرجع نكمل كلامنا مع الشاب الناشئ لعب منتخب مصر للووتر بولو يوسف معتز ولكن بعد اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا ولقاءنا مع لعب منتخب مصر للشباب للووتر بولو او كرة الماء ولعب نادي الاهلي ايضا واللي حصده المبروزية العالم واللي كمان يعني كان مفاجأة لنا بعد غياب طويلة عن ساحات المشاركة في الووتر بولو والحقيقة زي ما قلت لحضراتكم ان يوسف معتز هو حفيد طبعا كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق والحقيقة المعلومة دي انا عرفتها قبل الهوى بثواني معدودة النهاردة يوسف معنا نتيجة جهد وتعب وجوده مع المنتخب وتأثيره مع المنتخب ولكن النهاردة الحقيقة جينات البطل موجودة في يوسف واللي ورأسها عن جده الحقيقة احد نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي العظام خلينا اجيلك طبعا الاسرة دورهم معك ايه اعملوا معك ايه دور كبير اوي من قبل اصلا مخش الفريق النادي الاهلي انو انا لسه في الاكاديمية وانا صغير كان طبعا اما اللي بيدعموني اول حاجة بيسيبوه شغلهم يوصلوني يجي التمرين يدعموني ارجع امامك تكون مجازل الاكل واكل بغاية ما كبرت وبيت في الفريق الحمد لله طبعا بيدعموني بيجوا مع المنتشاط تفرجوا علي طبعا بابا ماما ولا مين اكتر بيحضر معك التمرين مين بيوصلك اللي اكتر بابايا باباك بس امامك بيدعمني اكتر في البيت في البيت يعني ترجع تلاقي كل حاجة كل حاجة مكاسة ولكن بيوصلك بيجيبك بيحضر معاك المنتشاط بابا طب تقول لهم ايه بابا والله شكرا على الموجود اللي انتو بتعملوه ده معايا والله ده ما كنت شانا ابقى في المكان اللي موجود فيه ده دلوقتي طب تقول لي كابتن مهر همان بيه كابتن مهر همان بيه كابتن مهر همان الحبيبي اول مهرت لك دحكت كده ووشك يعني ابتسمت جامد طبعا الحفيد بيموت في جده طبعا دي حاجة بفاش كلام وحبه لانه هو الحنية وهو العطاء وهو الرمز يعني تقول له ايه تقول له شكرا لكل النصائح اللي انت كنت بتدهاني دي في الرياضة عمتا وهو عارف بقى انا محب قد دي طبعا 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 وان شاء الله تكون عند حسن ظنهم وكنا ان هم عايزينك ناجح هم مش طلبين منك حاجة هم عايزينك في كمة نجاحك وكمة تقلقك ليك انت مش ليهم فطبعا الاسرة المصرية هي النواة لصناعة اي بطل وانت الحقيقة ان شاء الله تكون بطل وعند حسن ظننا انت ما عملتش حاجة ولسه قدامك كتير صح ممكن تيجي عليك وقت كده تتغرر شوية حاجة ايه وعا انت بعيد عن هذا الكلام انت عارف طبعا الغرور اول طريق يعني الاخفاك لأي لعب بشكرك يا يوسف نورتيني وشرفتيني والحقيقة اتمنالك كل التوفيق في حياتك الرياضية وحياتك الاكاديمية انت بطل وان شاء الله تستمر بطل حتى النحية شكرا لكم شكرا اعزائي المشاهدين ده كان لقاءنا النهاردة مع نجم الشاب فريق الشباب او الناشئين في النادي الاهل الووتر بوله يوسف معتز واللي حصل على المركز الثالث على بولة العالم فترة الجاية انتظرونا عندنا حلقات وسلسلة كبيرة من الحلقات لدعم ابطالنا الاولمبيد اللي شاركه في باريس عشرين واربعة وعشرين منهم من داخل جودانيا ديالي ولكن يتبقى مصر اسمه مصر هو الاسم الاعظم الحقيقة احنا بندعمه بندعم ابطالنا سواء جوان نادي الاهل او خارجه بشكر حضراتكم شكرا جزيلا حسن المتابعة وانتظرونا في حلقة جديدة مع ابطال اشتركوا في القناة